اشتركوا في القناة معكم في لقاء الخميس الحلقة رقم 707 من ملك وكتابة يذكر بها الموندس عادلي عن عقيدة سابتة وراسخة في مسيرة النادي الاهلي ومساره التاريخي دائما وابدا الأخلاق مؤكد هو عبر تاريخ النادي الاهلي لم يعرف عنه يوما أنه تهاون في تجاوز أو في مواجهة خروج عن السلوك الرياضي لأننا مقتنعين أن الرياضة لها رسالة يحتضنها ويحتويها ويدعمها النادي الاهلي لأننا مقتنعون أن هذه الرسالة وأن الأخلاق هي عماد بقاء الأمم عشان كده كانت هذه الحلقة المهمة تلك أبرز عنوينها مقالي ومقاله أفعال لا أقوال الغربال درس في الموضوعية وبعضمت لسانه إلعبوا غيرها والشموع الحمراء ادريس راغب بك وأسرار الملك عن نصر قرطاج لكن مجلاتنا هي اليوم ومن أربعين سنة ده محتوى الحلقة لكن عايزين نقول لكم النهاردة كمان كانت التحاد الكرة بيعلن عن التشكيل الكامل لجهاز المنتخب الوطني تعارفين كانت تدعيات كتيرة حدثت اليومين اللي فاتوا حل جهاز الفني بقيادة كابتن حسام البدري ثم صارت اللجنة السلسية التي تدير اتحاد الكرة في عدة اتجاهات وترشحات نامت على المعلم حسن شحاته وصبحت على البرتغالي كارلوس كيروش تفاصيل كتيرة وكواليس كتيرة حتى اهتدى اتحاد الكرة إلى البرتغالي الكبير كارلوس كيروش شوف يعني اذا كان ما يتدوله الإعلام والميديا من ان كان فيه كلام مع اسمها محددة واستقر الأمر وابلغ كابتن حسن شحاته فانا الحقيقة يعني اداي عشان كابتن حسن لكن اتحاد الكرة هو معني بالاختيار الانسب له فكان عليه وهو يخبر الكابتن حسن شحاته يخبره ان ده الترشيح وبنحط ده بس لما جاش اجنابي كان لازم يوقفهم كده طيب ليه كارلوس كيروش وفكرة مين عايز اقول لكم كيروش تأخر تدريبه المنتخب مصر حوالي ثلاث سنين اه عندك معلومات اه بعد نهاية كاس العالم ومشاركة مصر في روسيا والغضب اللي كان صار ناحية كوبر وهنغير كوبر والفترة اللي كانوا بيفوضوا فيها اجري المهندس احمد مجاهد طرح على مجلس الإدارة وقتها كان اسمه طروح كيروش كارلوس كيروش وحصل اتصال وقتها من احمد مجاهد بكيروش بس كانت تعاقد كيروش مع كولومبيا حال دون ان هو ييجي في الفترة دي طلب ان احنا نستنى شوية كان المنتخب في الفترة دي هيدخل فترة مهمة جدا في الاستعداد لكاس الأمم الأفريقية فبالتالي تم الاسرع بالتعاقد مع اجري لما حانت الفرصة ناس كتير اتكلمت على انه فينجادة هو اللي رشح كارلوس كيروش لا فينجادة زك الاختيار لما سؤل من احمد مجاهد عن كارلوس كيروش ما كانش ينفع يتكلم عنه يعني بلدياته لا على حد كمان بس فيه وقيمة كبيرة جدا لكن الحقيقة كان يمكن ما لم يعلن حتى الان انه اللجنة السلسافة اتحاد الكرة وصلت برقم جيد مع كارلوس كيروش لم يعلنوا عنه لكن معلومات انه هو اقلب كتير من اللي الناس كانت متخوفة منه النهاردة فضلوا مستنين شوية الرجل يحتاج مدير جهاز معاه ولا لا هو جاي يوم التلاتة ان شاء الله ما فيش وقت احنا خلاص ليبيا بعد ما كسبت مباراتها في انجولا بقت هي في صدرت المجموعة ست نقاط الجولتين الجايين في اكتوبر نلعب مع ليبيا هنا ونروح نلعبهم هناك انما كسبتش الجولتين دول صعبة تتأهل بالزبط لانه ليبيا كمان انجولا رايحها لها وهي راح الجابون والجابون والانجولا دلوقتي تقريبا برا للصورة فالافضلية لنا مع ليبيا في الجولتين الجايين في اكتوبر عشان كده ما فيش وقت ابدا قدام كارلوس كروش غير انه يبدأ انبارح فمجرد ما هيجي يوم التلات النهاردة تم الاستقرار على تعيين الكابتن واق الجمعة مديرا لجهاز المنتخب عشان يتولى اعداد كل النواحد الادارية وكل الاتصالات مع المحترفين والوقوف على كل التفاصيل اتشكل الجهاز من كارلوس كروش مديرا فنيا ضياء السيد مدربا عاما محمد شوقي مدرب اصام الحضري مدرب حراس مرمى كابتن واق الجمعة مدير للمنتخب ومحمد صلاح مدير اداري مع استمرار الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد ابو العلا ومعاه احمد مطر اخصائي العلاج الطبيعي ومصطفى صدي ايضا اخصائي العلاج الطبيعي وبدر امام اخصائي التأهيل ومحمد احمد اخصائي التدليق على ان يضاف للجهاز الطبي احد الخبراء البرتغاليين اللي كروش هيجيبهم معاه ويجيب معاه مدرب احمال ومحلل اداء ده التشكيل الكامل للمنتخب اللي هيبدأ عمله بمجرد وصول كروش يوم الثلاثة ان شاء الله بص يا صديق الراحي اه انا معني جدا بشخصية المدرب اي لازم يقولولنا المدرب ده شخصيته عاملة ازاي اه مهتم جدا 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 لما تقولي حيجيب معاه اه محلل اداء فاهمها لكن ما تيجي تقولي حيجيب معاه مدرب احمال اه لا خصائي طبي برضو فاهمها لكن مدرب احمال مدرب مساعد مدرب مش احمال مساعد مدرب اه اصلا مدرب احمال هو حيبقى عنده شغل احمال الا اذا كان عشان كده بقوله هيبقى فيه معسكرات طويلة هنا نتكلم بقى هل دي ستبقى سياسة اتحاد الكورة ان الاولوية المنتخب مصر الفطرة القادمة حتى اه لو ضحها ببعض الامور الخاصة بالنشاط المحلي عشان يهيئ الظرف الامثل للمنتخب ولا لا وده شكل المصابقة المحلية لو هو هيحتاج فترات معسكرات طويلة له هل هتبقى محتاجين غير من شكل المصابقة ولا مش محتاجين كلها سئلة المفروض ان هو نقشها لان انت هو حيلعب اول ماتش امتى مع الليبيا اتنين اكتوبر اتنين اكتوبر يعني اقل من شهر اقل من شهر وهو جاي في فطرة انتقال بين مواسم اه يعني على الاقل فيه ناس واخده اسبوع وفيه ناس واخده اسبوعين ده الكاس هيخلص تسعة واثناشر اكتوبر ليبيا تسعة هنا واثناشر هناك ايه بس في النص اه فيه نشاط محلي اه طبعا فيه الكاس نهايته تسعتاشر والدوري هيكون لسه هيبدأ خمسة وعشرين هيبدأ بعد ايه بسيبك من الدوري دلوقتي احنا بنتكلم دلوقتي الفطرة ديه فيه ماتشات الكاس نهايته تسعتاشر هو هيعمل فيها ايه عشان يجهز منتخب مصر ها ولا هيعتمد بالكامل هيصبح ادارة المنتخب عند الجهاز المعاون المحلي ها يعني انت بتقول مدرب مساعد ولا مدرب عام مدرب مساعد يعني اذا كابتن ضياء هو المدرب العام يبقى هو الكلمة التانية للكابتن ضياء بعديه العلاقة اللي بينه ما حتمش ازاي الكابتن محمد شوقي هو عنصر واعد جدا ويعني جاء من تجربة مع المنتخب الاولمبي ماشي كابتن واق الجمعة هيكون برضو يعني عنصر داعم بس هو شخصيته بقى من نوع اللي بيسأل الناس اللي حواليه ولا عايز ياخد قراره شرطه من دماغه طيب ودي في الحالة دي الفطرة المتاحة قبل مطش ليبيا دي جاهزة بقى للاحمال والتحليل والاعداد والانسجام وفرض الاسلوب لان هو كل الليلة كلها في المطش اللي جاي ما عددش منه المطشين مع بعض هنا والنين لا هنا ما انت لو ما عددش من دا هناك ايه بقى هو انت لو ما عددش من دا هو سابق دلوقتي ببنطين صح طب لو ما عددش من دا هناك انت بتتكلم هناك هيحصل ايه يعني في ليبيا يعني هو هي والمطش دا عنق الزجاجة بالنسبة لك املك انك تكسب عشان تركب وتبتدي تفكر بقى حتلعب بأي اسلوب وبأي مجموعة وبأي خطة وبأي تاكتك علشان تعدي الماتش اللي هناك إنما لو ما ما كسبتش الماتش اللي هنا الأمور حتتقزم أو ما فيش حاجة في كرة القدم معناها تحسمن لكن بقولك حتتقزم هنشتغل كعوايدنا كرد فعل ويبقى مصيرنا في إيد غيرنا والكلام اللي إحنا والناس هتطلع ساعة هتقولك طب غيرت حسام البدري ليه يعني خلي بالك مفيش حاجة في كرة القدم لها منطق تقدر تقول هو ده الصح وده الغلط إنما أنت بتاخد بالأسباب عشان تعمل الصح ويبقى عندك العيب اعمل خد بالأسباب وشوف أنسب حاجة لمنتخب مصر إيه في الفترة القادمة وحيبن شخصية المدرب هل هو حيقبل ما يعرض عليه من ظروف ولا حيفرض نظامه شوفه طبعا مش حيبق قدامه أي فرصة لتجمع الفريق قبل معسكر الكام يوم اللي قبل مباراة ليبيا أنت عندك الصبر المحلي اللي قاله طلاعي الجيش واحد وعشرين يا سيدي ما احنا بنتكلم في كل ده أستاذ برايب هل ده هل ده هيبقى ثوابت يعني حيجوا قلوله أوه عتيجي ناحية الكلام ده واللي هو لو قال ساعتها أنا محتاج بقى لأسبوني مع المنتخة بقفل على نفسي شوية عشان أجهز كويس يبقى هم قد يؤجلوا هزي الأمور يعني شوفوا اللي حال يعني هو ده اللي أنا بقوله أستاذ براهيم ما أنت لو جبته قلت له أنت هو ده نظامنا خلال هايشتغل بنظامك بقى بس ما تطلبش منه حاجة طب لهو إلا إذا كان موافق على كده ويعتبرها إعداد للمنتخب ممكن يجي وقللك مع المطشات دي قد تكون فيها إعداد للمنتخب أنا هنا مستني أشوف الراجل ده هيفكر إزاي ومين اللي حيفرض نظامه على الآخر إحنا في لحظة لا صوت يعلو عن صوت المنتخب صح ولا غلط صحيح بدأ لين التعديلات ما هو فيه ناس أقلت لك طب مكابة حسام البدري مخصرش ولا مباراة أيوة بس خايفين بالأداء ده كل الناس مش هايفة لأ مش ده اللي يضمن لك اللي جاي فأنت بتتكلم أبعد إنك الأول عايز تتصدر مجموعتك وبعدين عايز تبقى وصلك لحالة أو لفرمة للمرحلة الإقصائية الإقصائية اللي مع المصنفين الأوائل فالناس عايزة تشعر لا والله ده أنا زي زيهم أخش 50-50 مخشش بقى 30-70 وخمسة عشرين خمسة وسبعين والكلام ده يعني يعني كل ده اللازم حسابات الراجل إن ما طرحهاش بصراحة أنا هستغرب طيب ده الشق الفني لأنه هيحصل الترتيب مع كيروش بالنسبة للمنتخب وهيحصل الترتيب بالتأكيد وفقا للأجندة المحطوطة لأنه النهاردة اتحاد الكورة بيبعت للأهل وطلعها جيش النظام الكامل بتاعه أو شروط مباراة السوبر اللي هتكون بإذن الله تعالي يوم 21-29 ثم تتولى مباريات كاس مصر حتى تنتهي هذه البطولة يوم 19 ويبدأ الدوري أو يوم 2 آه 19 نهاء الكاس 19-10 نهاء الكاس و25-10 بداية الدوري الجديد هنا في الشق الإداري وإحنا بنرتب للموسم الجديد تحاد الكورة قال للأندية تعالوا شيلوا شولتكم أنتوا بتتكلموا على ربطة الأندية يوم 19 الحياة بشموندس آخر موعد للأندية تبعد ترشيحاتها أو تجري انتخابات الرابطة هل تتكلم عن لجنة ربطة الأندية تعالوا علشان كل نادي يحدد مندوبه وتجرى انتخابات ربطة الأندية المحترفة يوم 19 لإعتماد المكتب التنفيذي للربطة بحيث يبدأ يحط شكل الدوري الجديد ونظامه ويبقى من قبل الرابطة إزاي ده ممكن يتم الإرادة القناعة وإرادة الوصول للهدف إذا كانتش الأندية مقتنعة إنها تدير مسابقاتها وتاخد حقوقها التجارية تديرها لصالحها ما فيش حد حيبقى ملكي أكتر من الملك هقلهم شكرا إذا ما حصلش ده عايز إيه فيه قول تاني ما الأندية دية الحقوق دية معظم الأندية بايعاها سنة واثنين لقد ده مش مشكلة بقى أنت مش بتتكلم إحنا لما بنتكلم على نظام أستاذ براهيم السنة واثنين في عمر الزمن في الحاجات دي كلام فارغ وممكن تقعد تتكلم في الحقوق وتتكلم فيها وتسوي كل الأمور إحنا في الآخر بلدنا تهمنا مستوانا العام يهمنا كرة القدم أصبحت ليه علاقة بمزاج الشعوب ليه علاقة بتصنيفك أنت في أمام الرأي العام الدولي في الرياضة والرياضة جزء مهم جدا يقولك الشعب ده في الحتة دي رياضيا يعني عنده عنده مقاومات إنه يقول أنا موجود لأن الرياضة هي أسهل رسالة وأسرع رسالة تخلي الناس يشاور عليك برازيل من غير كرة القدم كان حد يعرف عنها حاجة لا طبعا ما كانش حد يعرف رغم إنها بلد قوية وكبيرة وكل حاجة يعني إنما كرة القدم بتشاور على البرازيل هي دي البرازيل يعني الدعاية والإعلان والتصويق والترويج كله له علاقة بنسبة المشاهدة نسبة المشاهدة لا علاقة بنجاحك في إنك تضع نفسك في المكانة اللي تخلي الناس تتفرج عليك سواء من أنصارك أو المنافسين أو حتى اللي ما يعرفش عنك حاجة بس يشد انتباههم زي البرازيل فأنا أتصور إن الموضوع كبير وجد ومهم ما يتخدش بقى بطريقتنا كل مرة لا ينفع فيه توازنات ولا ينفع فيه موأمات ولا ينفع فيه حاجة من دي ينفع فيه مرة واحدة الحقوق مش الحقوق الصح والغلط الواضحين اللي العالم كله والنظام اللي العالم كله شغال به نبتدي نلجأ أنت أولوياتك هل أنت كلجنة بتدير كرة القدم النهاردة جد في استرداد صلواتك هل جاء أولوياتك أولوياتك في شق محلي يبدأ بالرابطة اللي هترسم شكل المسابقة وتوزيع الحقوق وتسويق وتوزيع الحقوق طيب الخطوة الدولية اللي هي بقى اللي لو حاملت الرابطة مش هيبقى عندك هموم غيرها المنتخبات والمستوى العام لكرة القدم هتعمل عملتين أنك تنشر اللعبة صح توصلها لكل حارة وكل شارع وكل مربع سكن يقدروا مرسوا كرة القدم نمر اتنين وده النشر اللي ممكن يؤدي إلى الرفع العام للمستوى نمر اتنين المنتخبات أو نمر واحد هو ده بهدف نمر واحد المنتخبات من خلال تنظيم المسابقات اللي حيبقى في حتة تانية واله 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 المنتخبات وزي أنا أعمل مناخ مناخ قد فيه الأولوية للمنتخبات معنى دلوقتي Square مع ربطة لأن دي أقول لها إيه حطوا النظام اللي يعجبكم بصراع مصلحة المنتخبات ودي أجندة المنتخبات بتاعتي وهو عنده منذوب من الاتحاد عضوا معه وأولزم الربطة بأجندتي اللي صالح المنتخبات عشان وهي بتحط نظامها تلتزم بها زي كل العالم ما بيعمل ونبقى إحنا والمنتخبات أو الربطة والاتحاد في مركب واحد لكن في النهاية محدش يمس النظام ومن أهم الملفات إعادة الانضباط لللعبة وعنصرها لا يمكن إطلاق وده سبب أن أنا قلت المقدمة بتاعتي هنرجع لها طبعا هتنقش لكن لأهلي بدأ الاستعداد الجدي بقى إحنا خلاص بنتكلم فيه يوم 21 تسعة مباراة السوبر إن شاء الله يعني خلاص دخلنا في مراحل الترتيب المهم جدا والاتحاد مصمم على إنه لازم يحسن مباراة السوبر قبل بداية الموسم الجديد وإلا هيبى عندنا اتنين سوبر متراكمين وربعة فبالتالي حدد 21 تسعة الأهل وطلاع الجيش على الفور بدأ الأهلي فترة التدريبات الجدة نهاردة كان فيه مران قوي في ملعب التيتش ده جانب منه مستر بيتشو موسماني بدأ المران بجلسة مع الجهاز المعاون على تفصيلات التحضيرات في الفترة اللي جاية وبعد كده عقد محاضرة فنية مهمة مع اللعيبة بالذات لأنه فيه لعيبة جديدة عليها طبعا اللي راجعين من الإعراض زي عمار حمدي زي ما انتم شايفين وزي أحمد عبدالقاد هي الكاميرا بركزة عليهم بتصوتها دول تدعمات مهمين جدا للفريق وحسام حسن المهاجم الجديد وكريم فؤاد وبيرستاو ولويس دي الإضافات اللي بتدعم قائمة الأهل في الموسم الجديد بشكل قوي جدا على ذكر بيرستاو يمكن كان له حوار مهم جدا مع الموقع الرسمي للنادي الأهلي تحدث عن كل ظروف اللي فاتت وقال لما كنت بلعب في جنوب أفريقيا لما تجيلك فرصة ان انت هتلعب ضد الأهلي كانت بتبقى بالنسبة لنا في جنوب أفريقيا حاجة كبيرة جدا لكن ان توصل المسألة ان انا يجي لي عرض ألعب في النادي الأهلي المصري فده شيء اعتقد كان بالنسبة لي لحظة تعني الكثير وانا مش مسد ان انا هنا في الأهلي اللي انا سمعت عنه كتير وانا في جنوب أفريقيا سؤل على المركز اللي بتلعب فيه قالك انا في الاصل رأس حربة وبالعب المهاجم التاني لكن في بعض الاحيان بقدر ألعب في الوينج رايت والوينج ليفت في الناحيتين بقدر أقديهم بشكل كويس أقرب إلى محمد شريف كده طموحات وإيه قالك طموحات مع الأهلي الفوس في كل مباراة لأنه ده النادي اللي بيصنع التاريخ لأي لعب وأتمنى ان انا اكون جزء من هذا التاريخ في أقرب فترة ممكنة قال لما روحت أوروبا كان سنة 24 سنة كانت فرصة كويسة ليا ان انا اتطور على المستوى الشخص وعلى المستوى من التجربة الأوروبية وحسيت ان هي أضفتلي كتير كلاعب قال اللعب في صفوف الأهلي دي مسألة كبيرة جدا تمت الاتصالات بشكل جيد كل شيء صار على ما يرام سريعا خاصة انه مستر بيتسو مسماني يعرفوني جيدا ليه فضل الأهلي عن العروض الكتيرة اللي تلقاها قال برس تاوب بكل تأكيد كان فيه تفكير في بعض العروض اللي وصلتني قبل ما قرر الانضمام للأهلي الاختيارات اللي كانت معروضة علي وقتها لكن اخترت الأهلي في النهاية لأنه أولا فريق بيسعى دايما للفوز وبتضمن من خلاله تحقيق مجد الشخص الليك وبطولات ثم هيكون أفضل فرصة أن أنا أقدر ألعب مرشاد كتيرة واستعد للمشاركة في كأس العالم للأندية والصبر الأفريقي وده شايف أنه فرصة للعرض عالميا بشكل أحسن عن قيمة الأهلي زي ما يراها بيرس التاو قال فيه أشياء كتيرة لعبة دور في انضمامة للأهلي قيمة النادي وجود بيرس بيتسو موسماني على رأس الإدارة الفنية بالإضافة لوجود عناصر في الجهاز الفني من جنوب أفريقيا الجهاز المعاون لبيتسو موسماني مش هيحسب غربة مش هيضيع وقت إنه نسمت لجوده فقال إنه نحن هنسعى مع بعض إن شاء الله نحقق حاجة كويسة جدا ونسعد هذه الجماهير وإن أنا سعيد جدا إنه تكون عندي فرصة للمشاركة قريبا في كأس العالم للأندية وقال اللعب مع الأهلي في بطولة بهذا الحج من أهم أسباب وجودي هنا عنده ذكريات كتيرة مع مصر والنادي الأهلي قال بالنسبة أول زيارة ليا للقاهرة كانت في بداياتي مع كرة القدم أعتقد إنها كانت أول مباراة ليا بعد عودتي لسانداونز بعد الإعارة كان وقت رائع جدا بالنسبة لي وقال إن أنا بتذكر عدد كبير من اللعبين المصريين اللي واجهتهم لما لعبت جنوب أفريقيا مع مصر في كاس الأمم ما عرفش أسماء كتيرة لكن أتذكر حارس المرمى الشناوي لأنه صد تزددات رائعة مني وقال للأهلي نادي معروف جدا في أفريقيا الذكرى الأقرب لي مع الأهلي هي الفوز الذي حققه على أورلاندو بيرتس في نهائي 2013 الأهلي سجل هدف من ضربة جزاء لابوتريكا وقال عموما أنا بحاول دايما متابعة دوري أبطال أفريقيا وشاف أنها بطولة كبيرة جدا مسألة الأعلى في مسيرته قال لما كنت صغير كانوا الأشخاص المحيطين بيا زي إخواتي لكن كنت أريد دايما أن أكون مساهم كل أقرانه في جنوب أفريقيا كانوا بيدولوا الدافع الكبير عن جمهور الأهلي وجه لهم رسالة بيرستاو وقال أتمنى أن ألتقي جماهير الأهلي لأن أنا سعيد جدا أنني أصبحت جزءا منه ولو بيرتو وإحنا وبقدر وجوده ونفسنا كمان نشوف الجمهور ده كلام بيرستاو الحقيقة بيعكس قيمة الناد الأهلي اللي الكل يعرفها لكن كمان أنه نحن يبقى فيه لعب بيلعب في الدور الإنجليزي ولما يجي له عرض من الناد الأهلي يفضل أنه هيجي هو قال أسباب كتيرة خلتني أجي وجود بيت سموسماني بطولات الأهلي وقمته ثم الرغبة في أن أنا أصنع مجد شوف أنا متأكد كده وأنا لو مثلا مدير أعماله العنصر الحاكم في هذا الأمر السوبر الإفريقي واللعب في كأس العالم لأنه لأنه ده بالضبط كده أي لعب يقولك حلمي ألعب بطولة عندها الأوروبية فلما في نادي يكون مثلا في أي دوري بخلاف أسبانيا وإنجلترا وألمانيا وفرنسا وإطاليا بس عندك فرصة تلعب في نادي حيلعب في بطولة أوروبا بيبقى حافز قوي جدا فالنهاردة طبعا كمان مؤكد وجود موسيماني ومساعدي الجنوب أفريقيين هم عارفينه كويس فهم يعني مش هياخد وقت كتير عشان يكسب ثقاتهم بس مطلوب منه بقى أنه يرمى باياضه يعني طيب ده برستاو وشوفنا كل الصفقات الحياة كل كلامهم عندهم قدر كبير من الطموح والتطلع وبإذن الله ظروف الفرق السنادي تساعدهم أنهم يعملوا أفضل النتائج زي ما بإذن الله تعالى بكرة جماهير الأهلي إن شاء الله تسعد بأبطال كرة اليد بكرة الساعة 7 مساء صلت الدكتور حسن مصطفى في مدينة 6 أكتوبر السابعة مساء الجمعة الأهلي والزمالك كأس السوبر الأفريقي لكرة اليد شوفوا المؤهل لكأس العالم كرة اليد؟ أصبحت بتحظى بالشعبية كبيرة جدا من خلال نتائج فرقها المحلية في البطولات الأفريقية أهلي والزمالك ومن خلال منافسة المحتدمة 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 بين الفريقين يتبدل الفوز حتى لما فرقة بتحق الفوز على الفرقة التانية بيبقى فوز يعني بفارق بسيط الندية دايما موجودة في الفرقتين الفريق الفريق راجع من بطولة أفريقية لأبطال الكؤوس فمحق يعني سعادة طبعا لجماهير الأهلي عايزي حافظ على زي السعادة لكن في المقابل المنافس قوي جدا وعنيد جدا ولابت في الدورة زي ما بيقولوا وكل اللي في دماغه دلوقتي يكسب بطل أفريقيا طيب احنا عايزين المباراة دي تطلع ازاي تطلع في أحسن شكل وروح رياضية العلاقة اللي بين اللعيبة لأنهم يعني لسه راجعين من دورة أولمبية اللعيبة دولين خصوصا علاقة مميزة ما بيحصلش مشاكل بين اللعيبة رغم أنها لعبة عنيفة ولكن المشاكل بتيجي من باقي العناصر عناصر اللعبة نتمنى اتحاد كرة اليد يوفق من خلال التحكيم في هذه المباراة أنه يحقق طاقم تحكيم تونسي تونسي على تحاد الأفريق اتحاد أفريقي يبقى الفريتين حيقبالها بما تنتهي إلى الأمور لأن طاقم تونسي وتونس أيضا دولة يعني هي مع مصر بكل عناصرها بما فيها التحكيم يعني أنا شوفي أخي سوبر المحلي سوبر المحلي ناضح علي أيها فده ده الفريق وهو رجل فده دي لقطات من العودة طبعا الفريق ينقصه عنصر مهم جدا جدا في الخط الخلفي اللي هو الباكرايت محسى رمضان لكن أعتقد النادي الأهلي دعم بلعب كوبي كوبي ويقال أنه لعيب قوي وهو لازم يكون كده ما دعمت نفسك به لي أنخي الهرناندز ربنا سهل أنا معطاق ما عرفش إذا ما لك دعم نفسه ولا لا ودعم نفسه بمين لأنه ممكن جدا تبصلي دعم نفسه بواحد من اللعيبة في منطقة مصر اللي برا هتلاحسن منه مين يعني وأنا أتصور لو كان علي زين موجود كان مؤكد هنفكر فيه أنه يدعمنا في زي البطولة لكن علي زين نفسه اللي راح برشلونة عنده كسر في إيد في صباعه أو عجزة كده أو شرخ نتمنى المباراة دي تطلع بشكل يعني ممتع تتحقق فيه العدالة والجدارة اتحاد الأفريقي المنظم للمباراة من خلال الاتحاد المصري كان كل نادي سجل 18 لعب للمباراة وقال أنه لن يسمح لأي نادي من الناديين إلا بوجود على الأقصى على أقصى تقدير 40 فرد بما فيهم أعضاء مجلس الإدارة دقرب تحدي إفريقي بما فيهم أعضاء مجلس الإدارة ده الاجتماع الفني اللي لا تقرر فيه ده تقم الحكام التونسي اسمهم لو التقم الحكام التونسي هو أعلم من بدري يعني الحياة يمكن كان الاتحاد الأفريقي شفاف شوية أنه من بدري خالص أعلن عن تقم التحكيم التونسي نتمنى إن شاء الله كل التوفيل لأبطال أفريقي أبطال النادي الآلي لأنه الفائز بإذن الله تعالى بكاس السوبر غدا الجمعة هيشارك في كاس العالم للأندية اللي هتقام في السعودية بس في نقطة معنوية يجب عدم إغفالها ده اللعب الكوبي ده اللعب الكوبي آه أنخ الهرناندز الفريق كرة اليد لما رجع استقباله واحتفى به ويعني أعتقد هناء وكرمه والكابتن محمود الخطيب مجلس الإدارة أي أنا أظن اللقطة دي لأنه انتهت بأن الكابتن محمود الخطيب بعد ما قاله سيقاتنا فيه كبيرة قال لهم المهم اللي جاي في إشارة أن أقرب بطولة لنا بطولة السوفر الإفريقي نا طبعا أعتقد أن اللقطة دي برضو هتبقى رسخة تدي دفعة معنوية واللعب المصري المعنوات بتتمثله جزء كبير من من أداءه من من دوافعه فنتماني بس اللعيبة تكون يعني مركزة في النقطة دي وأنا يعني جات لفرصة بارح كده أتابع من خلال أجماع كلنا لازم نبارك للأستاذ إبراهيم المنيسي زفاف بنته منة الله اللي هي بنتي برضو الله يخبرك وإلى لعب الكرة محمد سالم قريبك اللعب المقولي العرب فرد محترم فيعني ألف مبروك أقول لهم من اللي كان شاهد من اللي كان شاهد من اللي شاهد طبعا كان لازم تشرفنا تشرفني الأستاذ إبراهيم إن أنا أشهد على عقد الزواج وده طبيعي لأن أنا بشهد على عقد بنت أخويا وابنتي بس المهم الشاهد التاني الأستاذ إبراهيم يعني حقق المعدلة الصعبة يعني أستاذ إبراهيم كان حريص قوي إنه يعمل اللي هو بيسموه الروح الرياضية والوئام بين الأهل والزمالك حتى في الفرح فأنا كنت الشاهد الأول وكان الشاهد التاني صديقك العزيز عماد الدين حسين وهو زمالكا ورئيس تحليل الشروع عدو مجلس الشيوخ صديق عزيز يعني وراجل محترم هم معتادل وبالمناسبة يعني حطروا هذا الاعتدال معنا النهاردة في مقالة مهمة في مقالة مهمة جدا عزيزي نتوقف أمامها فألف مبروك شكرا عزيز طيب شفنا هزي استنى يا شوارب تم تورينا يا ابني الله ده جزء من بسم الله ما شاء الله ربنا يريف لهم الانسة البكر الرشيد منة الله ابراهيم منيسي الله محمد وأنا قبل على ذلك الله خير الشاهدين الله خير الشاهدين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يعني اظن ما فيش اشهار امام الشاشات امام الملايين شكرا الحقيقة الاستاذ ابراهيم شكرا استطاع ان يسعدنا بانه جمع ازاي عرف يجيب كل هؤلاء لكن الحقيقة هو راجل دي قمته ومكانته عند الناس كلها شكرا محدش اتأخر كل الصحفيين والاعلاميين والرياضيين والقيادات ومجلس دارة النادي الاهلي ودارة القناة وقيادات القناة ومكانت نياب الخطيب الحقيقة مشكورين الحقيقة كلهم كانوا موجودين وحاسين فرح فرح وهو كان فرح فرحنا الحقيقة شكرا جزيل انا مش مهندس دي كانت اطلالة سريعة لكن زي ما تعودته دائما وابدا ضربة البداية مع مقالي ومقاله افعال لا اقوال فاكرين حضراتكم من حلقتين تقريبا او تلاتة كنا عملنا حلقة مهمة جدا في رأينا عن فكرة الاخلاق في الملاعب واعتقد فاكرين ان احنا كنا استهلناها ببيت الشعر الامير الشعراء انما الامم الاخلاق وما بقيت فانهم ذهبت اخلاقهم ذهبوا ده دليل في التأكيد على قيمة الاخلاق اللي احمد شوق اعتبرها عماد بقاء الامم امم ممكن تفنى لانه اخلاقها اتضربت جائحة ممكن تصيب اي ام او اي قوم في اخلاقهم واذا اصيب القوم في اخلاقهم فاقم عليهم مأتما وعويلة يا سيد عليك فبالتالي افعال لا اقوال لا كنا كمان احنا بحليها معنا اه هو انت ليه رحنا قلنا هذا الكلام لانها بتتلخص وبتجسد فلسفة انشاء هذا النادي العريق والتزام كل من ينتمي اليه عبر طريقه وحتى الان بهذا المانهج هذه الرسالة الرسالة تربوية في المقام الاول ودينا من الامثلة ان النادي الاهلي هو دائم المبادرة بهذه الامور ومش منتظر من حد انه بيعملها علشان يقوله بص الاهلي بيعمل ايه ولان كان بيتقال نتيجة ان دي سياسة جايبة نتيجتها الاجابية سواء على تاريخك على نتائجك على يعني العاملين من ولادك لخدمة هذا النادي العظيم كله كله ملتزم بهذا المبدأ وعبر تاريخ النادي الاستاذ ابراهيم لم يذكر انه اساءة الى احد ايه او بدر بالاساءة اطلاقا لا يمكن ولا قبل الاساءة من اي عنصر من عناصره لا احد وقلنا وقفنا مين وعملنا مين شطابنا ايمن رجدي افضل لاعب عشان شتم مين جمهور الزمالك اللي كان شتمه ورد عليه بالضبط فلما الاهلي بيطلب هذا الطالب هي لا بيزايد ولا بيزكي ويمارس الاخلاق افعال الاخوال انما بنقول يا جماعة احنا مقتنعين بكده فلما يصبنا الرزاز من هذا الانفلات بنبقى مستغربين انه لا يقاوم ولا يقابل بالرافض على الاقل انما ان يقابل بالترحيب والحاجات من البعض والدفاع هو ده اللي بيخلي الاهلي يعني يضطر يرد او يضطر يتحدث لكن مين ما يتمناش ان تسود الروح الرياضية مين ده احنا بنقول ان هذا هو المناخ الذي سوف يثمر ويسفر عن تقدم وعن نجاح وبنقول يا ريت كل واحد ينشغل بحاله وبالارتقاء بنفسه مش بانه يتكلم على غيره فالموضوع بالنسبة لنا عقيدة بقناعة وممارسة على رأيك ممارسة افعال لا اقوال ومش محتاج ان احنا يعني نأكد على المؤكد المؤكد هي دي بس احنا لما بنناشد بنقول له جمهورنا ودي مناسبة حتى لجماهير السوشيال ميديا وانت مشجع للآلي واعتقد حتى اكتر من كان الستاذ احمد الشمراني الكاتب النقد الرياضي السعودي لما قال معانا على التليفون ان تكون اهلويا في هذه المسئولية ايوة مكبل دي الجمهورنا جمهورنا على السوشيال ميديا وجمهورنا في اي مكان انت بتمثل النادي الاهلي ولما بتمثل النادي الاهلي لازم انت بقى عارف ان النادي الاهلي ما بقاش النادي الاهلي وما وصلش لللي وصله النهاردة كاكثر اندية العالم حصولا على البطولات او من اوسع اندية العالم شعبية وما كان وقيمة الا لانه فعلا كان عنده اطار قيمي حاكم لتاريخه دايما وابدا الاخلاق بالنسباله افعل لا اقوال الممارسة هي اللي بتثبت حقيقة جوهر النادي الاهلي حقيقة ثبات وقيمة منظومة القيام اللي بتحكمه فبالتالي لا يليق ابدا باي مشجع اهلاوي يخرج عن النص باي اساءات او باي الفاظ جرح في حق اي حد اي لاعب اي منافس اي انسان فيه جملة دي رياضة وده النادي الاهلي فيه جملة اصداد ابراهيم انا مقتنع بيها وذكرتها اكتر من مرة وتعلمتها من واحد من الناس اصحاب الدولوماسية والنفس الهادئ ولكنه قدوة رحمة الله عليه الاستاذ نعمان صابري اه لما مرز علان انا بقى شاء وكرمت قال لي كرمتك تصرفاتك ما تقولش حاجة الله كرمتك تصرفاتك فانا فكأ بصت له كده قال لي ايوة انت ما تزعلش ما حد يخطئ فيك بس ادعى لو انت اخطأت في حد او اخطأت بحيث الناس يشوفها في شكل غير لاق ايوة والله المصطرة دي كلام ده يعني بقاله ممكن 35-40 سنة باخد بالك لكنها كانت بالنسبة لي دستور كرمت كرمت تصرفاتي انما اللي يفاهم انه هو يعني علم علي او شتامني او عمالي مش هسيب حقي طبعا لان برضو المسألة مش تراهل والاهله ما بيسيبش حقوق طبعا لكن بيسيب بيعمل ايه بيروح للصح واللي يزعل من الصح يبقى خلطان يبقى خلطان كيف من الصح انا ما روح اقارف عضية ولا روح اشتكي لجهة مسؤولة تجيب لي حقي او 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 ها بيروح ها بيروح هذا هو الاسلوب الصح ها اه ف يعني يعني ال 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 انا عايز اقول اسوطيس ابراهيم لان في في يسود المناخ الرياضي دلوقتي حالة من الفوضى شوية أو العشوائية شوية محتاجة تتحكم بقى وأنها تتحكم الأمور بأخذ الحقوق ووضع الضوابط وضع الضوابط على كل العدالة العمياء أربط منديل وحط ضوابط وحاسب الناس أربط منديلك على عينيك كده زي التمثال العدالة وامسك الميزان الصح وحاسب الناس لكن أنا ليه أقول حاسب الناس لأن هذا المعيار حيكون في صالح مؤكد من يحافظ على القيم التقليد هو ده وزي ما قلنا لما الأهل بيتعرض لأي اختبار في مدى صلابة منظومة القيم بتاعته يقول لكم شاهدين هتقولي مرة لاعب تجاوز في حق جمهور منافس أو في حق أي جمهور والأهل سابوا أكمل لعيبة على مداره العصور وفي كل الألعاب لمجلس الإدارة ده ولا اللي قبله تاريخيا الأهل لا يقبل أي خروج عن النص لا يقبل أي خروقات لا يسكت أبدا على أنه اللعب اللي بيمثله أو المدرب اللي بيمثله يتجاوز في حق أحد بس كمان الأهل بيمارس ده بقوة قوة الأخلاق وقوة القيمة وقوة المكانة وكبرياء الأهل وأنا ما بقبلش أي خروج ولا أي مساس أو أي إساءة من أي منتسب لي لأي منافس للي أخذ إجراء سريع علشان فيه شاب في السوشيال ميديا تجاوز في تعليق صغير ده ما تجاوزت ده عمل غامزة لا لكنه ما سكتش هو ده النادي الأهلي وهي دي منظومة قيمه اللي بتمثل حقيقة الأفعال ومش الأطوال خلي بالك يا سيد إبراهيم واللي الأهلي دائما بينشدها مع كل المنافسين ومع كل الأشقاء لا أنت ما بتحاسب نفسك بتحاسب أبنائك أنت بتحميهم أيو أنت بتحميهم يعني لو تذكر أيام طب آه سنة معنا مكالمة مهمة يا سيد إبراهيم دلوقتي طيب معنا على الهاتف الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي مساء الخير يا دكتور مساء الخير يا سيد إبراهيم ومساء الخير يا كابتن عدلي ويسمح لي يا سيد إبراهيم أن أنا برضو أهنيك على الهوى ثمانياتي ديك بالتوفيق دائما لبنتنا العديد شكرا جزيلا أنت شرفنا وشرفنا مجلس إدارة النادي الأهلي اليوم كل شكرا يا دكتور شكرا جزيلا شكرا فضل يا دكتور في الحقيقة يعني أنا بتوجه بطال الشكر وتخطير تفضيلة الأستاذ الدكتور أمال أزهري على اتمامه بالرياضة أو اتمامه بالشأن الرياضي تعزيز قيم الرياضة في الحقيقة وإذا تمحسوني أن أنا حابب أأكد تفضيلة الأستاذ الدكتور أمال يعني في الحقيقة تخطير النادي الأهلي اليوم الكبير في الحقيقة وإن إحنا كمان بنأكده أن الأخلاق والقيم هي جزء من الممارسة اليومية للنادي الأهلي طوال قريقه اللي ابتدت أكثر من 114 سنة سواء كانت داخل أرض الملعب أو كانت أرض الملعب أيضا هذه القيام وهذه الأخلاق النادي الأهلي يمارسها ولا يتحدث عنها لكن يعني تبقى موجودة في حياة اليومية وفي الحقيقة كمان كل رموز النادي الأهلي على مدار تاريخه وقياداته الكبيرة سواء كان الفريق مرتاجي سواء كان كابتن حسن حمدي سواء كان كابتن محمود يمكن احنا كلنا بنستخر بين الشهادة عندما تتحدث عن هذه الأسماء فسوف يكون الأخلاق هي قريب هذه القيادات الكبيرة العريقة التي أثتت وعملت داخل الزونة المصرية أولا ثم النادي الأهلي ثانيا في الحقيقة كل ده احنا حارسين عليه وفي الحقيقة احنا كنا سعدة باهتمامه بالشأن الرياضي لكن كمان عايزين نأكد لأستاذ المشاهدين أيضا وجميع المصريين أن النادي الأهلي على الرغم من الممارسات والتجاوزات الغير أخلاقية التي تبقى في الفترات السابقة سواء كانت من أفراد أو مؤسسات رياضية لم يتجاوز النادي الأهلي في حق أي مؤسسة رياضية مهما كانت كبيرة أو صغيرة أو أي فر داخل منظومة رياضية أو أي فر داخل منظومة البجتمع المصري بل على العكس تماما كان النادي الأهلي يمكن لكل احترام وتفضيل لكل مؤسسات الرياضة المصرية وكانت من اتحادات لجنة أولمسية وزارة رياضة أندية صغيرة أندية كبيرة في الحقيقة ده كان نهج النادي الأهلي الدائم والذي يؤكد عليه في كل موقف وفي كل مناسبة رياضية نهند أنفسنا عندما نفوز ونحترم الآخرين أيضا عندما نفوز لكن لا نتجاوز في حق أحد ولا نتجاوز في حق لاعب ولا نتجاوز في حق مؤسسة بل بالعكس تماما لكل تقدير لكل المؤسسات الرياضية المصرية مرة أخرى أنا في الحقيقة بنتقدم بالشكر الجزيز لفضيلة أستاذ الدكتور قسامة على اهتمامه بالشأن الرياضي واهتمامه بتعسيز القيم الأخلاقية في الشأن الرياضي التي هي جزء من الرسالات السماوية في الحقيقة وهذا دور أيضا نحن نقدره ولكن في هذا الجانب نؤكد لفضيلة الدكتور قسامة أن النادي الأهلي يمارس الأخلاق في كل تصرفاته يمارس القيم في كل تصرفاته وهناك ثلاثة كلمات في الحقيقة نحن كدنهم جوز أصيل من النادي الأهلي الآن تاريخ مبادئ تطوير وجزء من مبادئ النادي الأهلي هو احترام قيم الرياضة وقيم الرياضة ممثلة في المساق الأولمبي الدولي ممثلة في القانون الوطني المصري ممثلة في اللوائح المنظمة للحركة الرياضية المصرية هذا جزء أصيل وكل تصرفات النادي الأهلي على مدار تاريخه 114 سنة لم يذكر التاريخ أن النادي الأهلي تجاوز في حق أحد أو تجاوز في حق مؤسسة ولكن كان لديه حرص شديد على احترام القيم المصرية أولا تبقى قيم الرياضة ثانيا وتظهر في كل تصرفاته وفي كل سلوكه كل التوفيق بكل المؤسسات الرياضية المصرية وشكرا لحضراتكم التي تمشتنا بهذه الداخلة على صناعات النادي الأهلي شكرا لك يا دكتور تحدست فأوجست فأنجست كفانا الكلام يا أستاذ أفراهيم شكرا لدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي والحياة لو كان لي شخصياً أن أنا توقف أتوقف عند المحددات التلاتة اللي دكتور سعد شلبي فكر بيهم فكر الناس بيهم وهي الشعار اللي رفعته قيمة الكابتن محمود الخطيب في الانتخابات اللي فاتت والتزمت بيه كعهد مبادئ تاريخ مبادئ تطوير تاريخ لأن الحفاظ على تاريخ النادي الأهلي هو استشراف للحاضر وتنظيم للمستقبل اللي ملوش امبارح ما يعشمش في بكرة لا وكما يدي مصدقية فلالتالي وانت بتتمسك بتاريخك مواقفك التاريخية ده دستورك كل الممارسات اللي انت مرستها طوال تاريخك ده دستور ملزم لي كمجلس أو كنادي هو ده المهم هكذا فعل العظماء ولهذا بقي النادي الأهلي فلما تستلموا بهذه القيمة عليك ان انت تحافظ عليه بهذه القيمة وتواصل تسليمه لكل الأجيال التالية بنفس القيمة ده التاريخ لكن كمان المبادئ هو ده اللي الدكتور سعد الشلب قال لك لعلم من أهمها احترام قيم الرياضة واحترام الروح الرياضية وما اعتقدش أبدا في أي حد ممكن يجادل أو يناكف مع قيمة كابتن محمود الخطيب الأخلاقية يعني يعني على قد مربنا وهبه من موهبة فنية فزة جدا جعلته واحد من أبزاز الكرة الأفريقية في تاريخها لا كمان الجزئية الأخلاقية والسلوكية أعتقد ما فيش حد يقدر يختلف أو يجادل فيها ومعاه بقيت كل السادة أعضاء المجلس والتطوير أعتقد ما كانش أبدا رسالة النادي الآلي قائمة على تطوير المرافق والمنشآت بالعكس تطوير الفكر الرياضي نفسه والإنسان محددات تطوير الفكر الإنساني تطوير القدرات عند الأداء الفني تطوير النواحة السلوكية أعتقد ده كان محدد مهم جدا لهذا المجلس زي ما فكر وذكر بيهم الدكتور سعد شالبي تمام وأعتقد أن الموضوع كده خلاص يعني إحنا ما كناش معنى الدكتور سعد هو بتكلم لكن حتجد لأن ده التزام صادق وكلام صادق حتجد تقريبا الخط واحد والفكر واحد والطرح واحد هو طبعا برزانة وشياكة وبتاع أكثر يعني قالها بطريقة جميلة جدا ملخصة جدا مركزة جدا دكتور برضا فالحقيقة متفقي هنطلع لفاصل وبعد الفاصل نتواصل وما تخافش على الأهلي طول ما الأهلي خايف على الأخلاق في الملاعب وما تخافش على الأهلي طول ما الأهلي حريص على أنه ممارساته الأخلاقية تكون أفعال حقيقية مش أقوال ويكون دايما وأبدا حريص على تعزيز قيم الرياضة وتعزيز الدفاع عن الروح الرياضية في الملاعب عشان كده هناك كلام كثير مهم في الغربال درس في الموضوعية والكلام مش من عندنا الحقيقة في خضم الأزمة المثارة حاليا عن بعض الانفلاتات في الملاعب كتب الكاتب الصحفي قال له أستاذ عماد الدين حسين رئيس سحري الجريد التشروق وعضو مجلس الشيوخ وعضو النادي الأهلي وهو بالمناسبة رجل زملكاوي ويعلن انتمائه للزمالك يمكن من هنا جاءت أهمية هذه المقالة اللي المهندس عدلي هيتوقف فيها مع بعض النقاط كتب عماد الدين حسين شيكبالة خطيئة النجم وخطأ الجماهير والحياء تفصيلات المقالة فيها درس حقيقي في الموضوعية ولعله يمكن مش انحيازة لعماد حسين لكنه واحد من الناس الموضوعيين جدا في أطرحاتهم حتى في الشأن العام في الشأن السياسي في أي قضايا بينائشها هتلمس عنده قدر من الموضوعية يعني انت تعرف تناقش مثل هذه العقليات بالضبط حقيقي هيبقى مركز أكتر في ان يشوف الأمر من منظوره لكن ده طبيعي إنما حيسمع منك ولما حيلاقيك بطول كلام موضوعي حيتطفق معك وهكذا الأمر بالنسبة لنا صحيح قال عماد حسين إذا كان الفيديو المنسوب لنجم كرة القدم في الزمالك اللاعب محمود عبد الرازي الشكبالة صحيحا بأنه شارك في سب النادي الأهلي وجماهيره فهو أمر ينبغي أن يتم إدانته بأقوى العبارات الممكنة خصوصا من نادي الزمالك ورموزه وجماهيره العاقلة مثلما ينبغي أن ندين بنفس القوة أي سلوك مماثل يصدر عن رموز ولعب أي فريق كبير آخر كان أو صغير لا يوجد أي مبرد أن يفعل شكبالة ما هو منسوب إليه من سب الأهلي وجماهيره خصوصا أن فريقه تمكن من تحقيق الفوز بالدور العام قبل نهاياته بأسبوع وحتى لو كان الأهلي هو الفائز والزمالك هو الخاسر فإن ذلك لا يبرد للشكبالة أو غيره أن يفعل ما هو منسوب إليه كنت أتمنى الكلام لعمادي الدين حسين كنت أتمنى أن يكون الفيديو ملفقا وأنتظر من اللجنة المؤقتة التي تدير نادي الزمالك أن تتحقق من الأمر وتحقق فيه وتعلن الأمر للجماهير والرأي العام فإذا كان الفيديو صحيحا وجب معاقبة شيكبالة وأي لعب شارك في هذا الفيديو بأشد العبارات الممكنة وإذا كان الفيديو مزورا فإننا نطالب السلطات المختصة بكشف من يقف وراء تزوية الحتة دي مهمة جدا يا سيد إبراهيم أنت بتسيب الأحداث زي قبل كده أما يتقلك الأهلي أو شركة كذا رشت الحكام بخطاب مزور ولا يتم التحقيق ولا يتم الإعلان من اللي زوره كما هو دي اللي بتخلي أمورته تفاقب ده بسبب ده والله برفع لك لأنه بسبب ده باش مهندس اللي خسر مباراة الترجع هناك وفقد اللقب لا والعيب تعطودي علي وتوترت العلاقات بين الجامير التونسية وجماهير المصري لعنى الموضوع خطير الحتة دي الفقرة دي مهمة جدا ودي بيجي دور المسؤولين عن وهي حتبتدي في الحتة دي تملي ما هو أنت لو أنت لو عدل القيعي أو الأستاذ إبراهيم منيسي تجاوزة حد من والأمور تجد من يبرر لهم تجاوزهم خلاص ما هو أنت حتصلح إيه مش هتعرف تصلح بعد كده لأن حيجي ناس مبسوطين من طريقتنا يعملوا زينا صحيح واخد بالك الدنيا بتتفاقم زي كورة التالج صحيح لما تتضحرج من فوق تكبر 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 لكن لو الحتام الأول وفتتها مين اللي فتتها الناس العقلاء المسؤولين وإذا كان العناصر المسؤولة بشكل مباشر في أي نادي أو أي مؤسسة مش هيقوم بدوره لا فيه المسؤول عنه يقوم بدوره صحيح ويلزمه ومن هنا كان هو المسؤول ويلزمه ويلزمه ويكشف زي ما الأستاذ عمديني حسين هو التصرف الفيديو ده مزور أو مش مزور مزور قولونا مزور مين وحاسبوه اللي زوره بالضبط طب مش مزور حاسبوه اللي عمل كده هتقول لي أس الجماهية هي دا يلمة ما هو أنت مش هنخلص طب هنشوف اللي جاي وبيقول كمان الأستاذ عمديني حسين أكتب هذه الكلمات وأنا أشجع الزمالك منذ عام 75 حينما كان عمري 9 سنوات وفرحت جدا أن الزمالك فاز بالدوري بعد 6 سنوات من آخر فوز له عام 2015 لكن هناك فرقا كبيرا بين أن أفرح لفوز الفريق الذي أشجعه وبين أن أسب وأشتم الفريق المنافس ومشجعية أو أشارك في هذا الأمر أو حتى أصمت عن إداناته دا الخطأ وبيقول بعض جماهير الزمالك تقول أن شكبالا معذور حينما يخرج عن شعوره بسبب الاستهداف الدائم له من قبل جماهير الأهلي وهذا تبرير لا يمكن قبوله أولا أعرف أن شكبالا تعرض إلى ما يفوق طاقته من قلة منحرفة من الجماهير وعلينا أن ندين أي استهداف من أي جمهور لشكبالا أو لغيره وينبغي أن يتم معاقبة من يفعل ذلك لكن هناك فرقا كبيرا بين خطأ الجماهير وخطيئة اللاعب الجماهير تسب وتشتم كثيرا ليس في مصر فقط ولكن في كل بلدان العالم ونرى في أعرق الدول الليبرالية والديمقراطية والمتقدمة والمتعلمة بعض الجماهير التي ترتكب أفعالا عنصرية صريحة بحق اللاعبين زو البشرة السمراء أو ضد أي لعب غير أبيض هذا أمر مدان والتحاد الكرة الدولي يجرمه ويغرم الأندية والجماهير غرامات وعقوبات باهزة لكن خطأ النجم أكثر فداحة لأنه يفترض أن يكون قدوة ومثلا ونموزجا للجماهير ويساهم في تخفيف حدة التعصب وليس زيادته سيقول بعض زمالكوية الذين يقرؤون هذه السطور أن بعض اللاعب وإداري الأهلي فعلوا سلوكيات أقرب لما فعله شيكبار ممكن نقف بس قبل كده الحيطة اللي فاتت تهميني جدا جدا لأنه ده تقريبا اللي احنا قلناه متفقين عليه فلما احنا نقول هنا كده وهو يقول هنا كده يبقى هي دي المصطرة الواحدة بالضبط خطأ النجم ويختلف عن خطأ الجمهور خطأ الجمهور فيه ناس بتستخبه في الماس في الكتلة ومتاش عارف مين العمل حتى لو عرفت لازم تحاسب الناس دي لكن النجم اللي هو القدوة اللي بيطلع ده قدوة لزميله ده هو وسن الأمر تكرر من أجيال طلعاله اللي بيسيبه واللي بيتفه واللي بيشتمه واللي بيرقص عيال صغيرة بتصور بنفس الطريقة وأطفال تمسك الجزم هنا الخطورة على فكرة أنا لا أتحدث من منظور شخص مش قضي إن أنا أتكلم على كاتل شكبالة أنا قضي أتكلم على التصرفات أنا هنا أتحدث عن التصرفات نتمنى أن لا يتعرض أحد لأي إهانة ده عيب قوي قوي يبقى في الرياضة في حد بيهين حد حتى لو كانت جماهير بتهين أي عنصر من العناصر لكن العيب الأكبر زي ما بيقول الأستاذ عماد دين حسين إن المسؤول المحدد اللي قدوة اللي بتشاور عليه اللي عنده فرصة يطلع وينتشر ويتكلم في أكثر من منبر إنه هو اللي يكون يسكت التجاوز من حياته طيب بيقول كمان عماد حسين أعرف وأدرك أن المشكلة ليست في شكبالة أو سيد عب حفيز فقط لكن للأسف هناك مناخ رياضي عام كان بمثابة البيئة أو التربية أو التربة الخصبة التي شجعت على مثل هذه السلوكيات المنحرفة وللموضوعية ينبغي أن نتوجه بالتحية للجنة المؤقتة المشرفة على نادي الزمالك لأنها تنتهج منهجا محترما في محاولة القضاء على التعصب أو على الأقل تغفيد درجته ورأينا منها أفعالا تربوية كثيرة ربما تساهم في إصلاح ما فسد في السنوات الأخيرة على صعيد الأخلاق والقيم والتربية مرة أخرى لنقر سلوك أي جماهير تخرج عن الروح الرياضية لكن المأساة تتمثل في أن هناك لاعبين صاروا ينافسون الجماهير المتعصبة في البزائة والخرج على النص وهو أمر ينبغي أن نلتفت له ونعالجه خصوصا أن عددا كبيرا من المصريين يتابع الرياضة والكرة ويعتبر هؤلاء النجوم نمازجا ورموزا أما الكارثة الكبرى التي ينبغي أن نتنبه لها بقوة فهي ظاهرة بعض الإعلاميين الذين صاروا السبب الرئيسي الخطأ أي عنصر ينتمي إليك صحيح فإحنا نتمنى أن يكون المعلومة اللي عنده اللي بناء عليها يعني حية اللجنة على أن هي حتنحاز للقيم وابتاع أن تكون صحيح ولو بالشك أنا ما يهمنيش العقوبة هو أعتفتكر أن أنا حفرح يعني أني توقف قدية إنما الرفض الرفض ما ينفعش تعمل كده وأنت بتنتمي إلى نادي الأهلي ما ينفعش تعمل كده وأنت تنتمي إلى نادي الزمالك هذا هو الموقف المسؤول يجب أن يحدث هذا إذا لم يحدث هذا يبقى أقوال مش أفعال طب لو حصل هذا يبقى أفعال مش أقوال بالضبط وهو ده اللي إحنا عايزينه عايزين أن القيادة تقود ما تبقاش متأثرة بفرح ناس أو زعل ناس أو تحسب الحزبة كده أدي لك مثل أرجو أنه ما زعلش حد الكابتن إبراهيم حسن ونحن في نعرف من هو وقدره وقيمته كلاعب أحسن ظاهير أمن في كل الناس ما تتكلم هو مين أحسن ظاهير أمن في تاريخ الكرة المصرية وقالك الكابتن إبراهيم حسن ففي عزه وفي عنفوانه اتهرف تصرف في ماتش مصر والمغرب هناك اتشتم وبتاع فانفعل ورد الاجتماع الفوري هنا دي المواقف اللي بتحمي الأجيال القادمة بتحمي تصول الملاعب وبتصول وبمصدقية يعني انت عاملها لان انت متربي كده النادي الآلي دي مسؤوليته وكنت انا ععده مجلس الإدارة في اتحاد كرة القاتم انا زاك مع اللي هو حرب اي اتوقف الكابتن إبراهيم من النادي الآلي قبل ما يجتمع اتحاد الكرة عشان يناقش الموضوع اه فورا ما فيه خدتش 48 ساعة وقبل اجتماع اتحاد الكرة ويتوقف 16 لدرجة اللي هو حرب ضحك قال لك الله هم بيزنوا هنا فطر مجلس الإدارة الانتحاد يوقفوا سنة اه لا ان اذا كان صاحب الشأن رأى انه يتوقف فيه واقعة ما بيتخصش النادي الآلي وخدت ممكن تشبع الانتحاد الكرة يمكن تتعدي لكن اللعب بيمثل لكن النادي الآلي بيمثل مش بيثل النادي الآلي بيمثل قدوة قدوة اه انت حريص على ايه لا انا انا موديك تمثل النادي الآلي في منتخب مصر في منتخب مصر وانت لازم ان تكون جدير بتمثيل هذا النادي ومين في قيمة الوطن انت كان ممكن تبرر مليون حاجة ماهو تشاتم ماهو تبه اه اللي بيتقال اه لكن انت كمان عليك مسئولية بتمارسها وانا بنقول افعال مش اقوال احنا حريصين جدا على هذا الكلام انه يتم تبارسه رغم انه عملنا خسارة فنية فادحة او كبيرة بلاش فادحة يعني يعني انك تعود لعب بهذا الثقل مش سهلة وانت محتاجه لكن انت بسط للامور من المنظور اللي احنا بنتكلم فيه مسئولية النادي الاهلي عن رعاية الصح والخطأ وشوفوا قيمة القرار لما يتاخد بناء على انحيازات اخلاقية كاملة موقف ابراهيم حسن بعدها بعشر خمسطاشر سنة ودرس في انه اللاعب اللي بيمثل النادي الاهلي والمفروض اللي بيمثل اي نادي لان كل الاندي اللي هي احترامها وتأديرها ويجب ان تكون منحازة اولا واخيرا للاخلاق والسلوك اي لاعب في الملعب مهما تعرض لمضايقات من المدرجات هو يفضل لاعب زي عمد حسين ما بيقول اللاعب لعب والمدرب مدرب كل اللاعبة في كل الدنيا بتتعرض لضغوط واساءات من جماهير وهذا امر بنرفوضه تماما ولكن هتعمل فيه ايه ده مرفوض ويجب التصدي ليه لكن في نفس الوقت الانسياق ليه ده ما ينفعش اللي حصل بعد عشر خمسطاشر سنة الكابتن عماد متعد وهو من هو يتعرض لنفس المضايقات ونفس الاساءات يمكن عماد حسين استخدم لفظ البزاقة لا ما تعرض له عماد متعد كان ابعد من كده لا طبعا وبدو مناسبة وهو نموذك في الأخلاق ولجاح النحيات هم العمل حاجة ولا كان شاور لحد ولا كان أساءل حاجة لكن اتصرف ازاي التزم وعمل مدخلة اعتقد وقتها كانت مع كابتن متحة شالفي نفكركم بها من وانا نازل من القطبيس في المسحة انا بقى تشتم واتشتم بطريقة يعني ما حدش قبلها نهائي نزلت اسخن هو عند حراك المرسلين بتحراك ممكن يكونوا الفيديو موجود او الصوت موجود تسمع تسمع اللي تقال او تشوفه وانزلت الملعب وانا بسخن يعني لو كانت كاميرا جابت الحراك اليوفت اللي مكتوبة او الكلام اللي بيتقاب يعني ده ما يرضيش لحد نهائي وما انا زالك ولا فتحت بقى الكلمة ولا تكلمت وزي ما حرك شوفت في المرعب كنت هادي جدا ولا بقى احكم ولا بقى افرد على العيبة وملتزم بسريقي وما افرد عليك خرجت اتغيرت تقعدت على ديك كنت افتحش بقى سارت انا فيك مشكلة بين الشكبقة ومساعدة بين كنت بحاول اروحها دي وبقت او انا خارج على قط اللبس جمهوري طيب هو الكابتن عماد طبعا متأسر جدا قال ما فتحتش بوقي ما عملتش حاجة طب النهاردة نتيجة هذا التصرف الراقي جدا الذي تحمل فيه الام محدش تحملها لان الكلام اللي تقال وقتها يعني صعب يتحمله اي انسان ولكن هو محتوى كده وانا ما اقولها كله ان ينضح بما فيه هو ده ده محتوىك فمش هتعرف تطلع غير المحتوىك النفسي والقيمي والاخلاقي وتربيتك ومكانك الشخصية وفي نديك وفي كل حتة عمل كده هل فيه واحد في جماهير الاهلي والزمالكة والستاذ ابراهيم ما يحترمش عماد متحب النهاردة لا طيب كسب ولا خسر من هذا طبعا كسب كسب مستقبله وكسب احترام الناس ليه وصورته وانا بشوف الواحد فيهم يعني يظن انا ممكن يسيء الى الكابتن عماد متعب وفي نمازج كتير في زمالك كابتن طه بصري كابتن حسن شحاتة كابتن حسن شحاتة وفروج عفر حتى اللي بيعابه دلوقتي وحمادة وحازم الانام وعبد الشافي لا في نمازج احنا مش بنحصر طبعا هيعملنا نمازج كتير جدا لكن انا بقول ان الجماهير بتتطفق علىك ان اللي بيتحمل وهي دي بقى شوف الرياضة بتديك ايه الصلابة وانك تتحمل ولما بنقول كرمتك تصرفاتك مؤكد لو كان بادلهم كابتن عماد وقتها كان دخل في ديلمة ما خرجش منه شتموني شتمتم شتموني شتمتم شت لازم يحصل سطوب لازم الموقف ده عشان نقدر نبتدي على بداية جديدة لا مرفوضة ما نبردش اي تصرف لاي واحد هو ده لازم نعمل فول سطوب احنا دخلين على موسم جديد ودخلين بالتطلعات وطموحات كبيرة للكرة المصرية وللرياضة كلها وشايفين انحيازات الدولة لدرجة انه المستشار الديني للرئيس الجمهورية الدكتور اسامة الازهاري بيمدي ايده فيما يتعلق بالرياضة مش اخلاقي لان الرسالة السماوية بتدعم مكرم الاخلاق فيا جماعة المسألة خلاص فول سطوب من قبل اي جمهور لا يسيء لا الشكبالة ولا الغير شكبالة ولا لاي لاعب ولا لاي لاعب والكلام اللي بيتقال على السوشيال ميديا من الفاظ موسيقى جدا لازم ان ناخد بالنا ان احنا حتى بنرتكب اسم كبير وبنرتكب زنب كبير جدا في النقطة الاخلاقية يعني ده كلام لاي صح على وايضا طبعا بدرجة اكبر اللعيبة كلها اللعيبة عليها مسئولية وادارات الانديية عليها المسئولية الاكبر الحقيقة السكوت على جريمة ده اجرامب في حد ذاته لانه لو الكل تضافر والكل فعلا اشتغل بجدية في مقاومة اي الحراف سلوكي مش هيبقى فيه ده في الملاعب هقولك حاجة وهنا ما نقدرش نقول ان احنا بنتكلم عشان اللعيب ساحب التصرف زم الكاوي لانه مش موجود في مصر زمالك مش هيتبعتمد الكلام اللي احنا بنقوله ده عندما يبسق لاعب ويسب محدش يبرر لازم يطلع اتحاد الكرة يقول لنا وصلت لايه في هذا الموضوع لذا كنا عايزين نبني بقى وعايزين نقول للناس كلها عيب مش معنى ان الكابتر حساب البدري مشي اه ان الفعلة تصقر لا وما صدر ويا جماعة محدش يزيد ان احنا بنطلب دي عشان دلع ابدا على فكرة ان سمعت سمعت التصريح لامير عازم مجاهد كان فيه منتالح ترامو القوة قالك ما صدر من مصطفى محمد ده يجب السكوت عليه وتمريره بدعوة ان الجهاز مشي دخل البيوت والاسر كلها وفي النهاية هتطنش عليها مدرب منتخب مهما كنت محتاجه واحنا محتاجينه جدا يعني احنا بنتكلم على الماتش الجاي والله العظيم ثلاثة اذا كان ربنا هيكرمنا يبقى هيكرمنا عشان بنعمل الصح يا جماعة مش بنعمل الغلط ممكن نعمل الغلط وما نكسبش حاجة طب لو عملنا الصح وما كسبناش الماتش هنكسب القيم يبقى كسبنا حاجة كسبت حاجة لبعد كده انت كسبت حاجة اول ما تاخد القرار الصح وربنا اكملها بالباقي لكن انا بقول من هنا انا مش عايز هذا الموضوع وما حدش يقول لي اصلي ده لا بالعكس هو مش موجود معنا النهاردة الزمالك اللي هنه يدفع بالعكس ربما ربما دي تفيده في ما صرته يوم ما يرجع نادي الزمالك تتقوم لانه لعيب كويس ومستقباله جاي فلما انفرمل سلوكه من دلوقتي هنستفيد من دلوقتي حيكررها ولا مش حيكررها حيكررها في حق اي حد لا وممكن يكررها هو في الزمالك طبعا طيب ما هو احنا يا جماعة الموضوع مش موضوع زمالك واغلي والله هو موضوع احنا حنعمل الصح طب لو فيه عنصر في النادي اللي هلي عمل كده لا يتحاسب وبقوة وبصرامة وتحاسبونا على سكوتنا وقتها لا تعرف اه سكوتنا حيبقى غلط طبعا الاغلط منه تبريرنا طبعا ما انت ممكن تسكت وتقبل ما ينتهي اليه الامر من جزئات لكن لو بررت عشان تخافي في الجزء ما يصحش حييجي هنا في زي ما الكابتن عماد قال فلان وفلان غلط لو كان حصل غلط وكان ينبغى يكونوا حساب لكن حييجي واحد يقول لك هسي درد فعل نقف في لحظة نحاسب وكل واحد بقى اعلامي مسؤول في نادي مسؤول في اتحاد جمهور لعب لا كل واحد بقى يشيل شلته ويتحاسب طيب ختامة مقالة الأستاذ عماد حسين اشار لفكرة الاعلاميين وقال ان فيه كتير من الاعلاميين بيمارسوا حتة الانتماءات بنوع من التعصب الشديد جدا والتعبيرات حتى بالذات الكلام لي مش لعماد حسين بعض كتير من الأستاذة الاعلاميين غير المتخصصين في الشأن الرياضي لما بيمارسوا الميول والانتماءات بيعبروا عن أفكارهم وقراءهم وقهوأهم لكن بينقصهم كتير من المعلومات فتلاقي الكلام رايح في سكة هانيا خالص منهم الوساز عمر أديب بعد ما كان استضاف محمود عبدالرزق الشيكبالة كان مستغرب ازاي الأهل ياخد الدوري خمس سنين نسمعهم الزمالك خد الدوري ليه فيه رفض للفكرة اش معنا احنا كل ما الأهل ياخد بطولة كرة خمسية نهني النادي الأهل إنما ممز مالك يا مؤمنين ياخد الدوري لازم نطلع في العبر هي فين دولة في العالم فيها نادي واحد خد الدوري هو هو من 2014 لألفين وواحد وعشرين هتحدى أنا عامل مسابعة وادفع فيها اللي انتو عايزينه طيب يا جماعة احنا أسفين احنا أخدنا الدوري السنة دي مبروك وقل بالصفحة إنما نطلع في العبر شفته مش عارف مين عمل ازاي شفته الفار أصدو مش عارف ايه شفته الحكم شفته كل اتفال شفت احنا عمرنا ما فتحنا بقنا ده دوريات كتير كان فيها ديها سبعة وتسعين وتمانية وتسعين ومش عارف ولا فتحنا بقنا الاهل ياخد الدوري مبروك يا باس روح الفنين للحمر أي حاجة بقى بنقول أي مبر قارن السنة دي لعيبت الزمالك بلعيبت الأهلي الاهل لما تعور فيه لعيب الدنيا بازت الزمالك السنة دي اتنين وعشرين لعيب ألماز طيب ساذ عمر قال لك أراهن بأي حاجة عندي معرفش هيئة إذا يراهن بأي حاجة زويرة عندي ولا لأ إنه فيه فريق في الدنيا خد الدوري خمس سنين وإزاي ده يحصل وبيحصلش في أي دولة وبيقول لك أراهن بأي حاجة عندي أنا أتمنى إنه يفضل يراهن لأنه أعتقد ألمانيا دولة من دول كرة القدم العظمى شفتوا عملت إيه في كاس العالم في 2014 في البرازيل الهزيمة المزلة في تاريخ البرازيل على إيد الألمان يعني فيه كرة قدم في ألمانيا طب إيه رأيك بقى أستاذ عمر إنه في ألمانيا بايرن ميونيخ أخد الدوري مش خمس سنين آخر تسع سنين إيه رأيك تراهن بقى ولا ما تراهنش لا مش فهم يعني طب بس استنى لحظة وهو عمال بيدينا هذا الدرس الجميل وإنه عنده غصة إن الأهلي ما قالوش مبروك ما باركش ما باركش وما معناها بيشكك يعني في البطولة بيقول زعلانين ليه هم زعلانين ليه عمالين يقولوا التحكيم وش التحكيم والكلام ومجرس سؤالك ده معناها إيه وأنت بتقول هو في نادي خد خمس سنين يعني إيه عايش تقول إيه معناها إيه ما أنت بتشكك بالزبط يا سيد عمر هو ده المشكل هو ده المشكل إن إحنا ما نخدش بالنا من كلامنا ومن تصرفات حقيقة إيه أنت كنت كتير جدا بزكاء شديد تأخذها في سكة الدعابة تتريق مش عارف إيه عشان إيه من الآخر كده محدش ها تبقى بيدي لا بيدي عمر أو بيدي عمر لا بيدي عمر لو خد بالك فماشي لكن هو الأهلي كمؤسسة بقى وده سؤال مهم جدا ليه ما باركشي للزمالك السنة دي ليه ليه الأهلي ما باركش الأهلي المبدئية لما بيتكلم على الحقوق القانونية اللي أهدرت لي في المسابقة سواء ما يتعلق بعدم التوزيع العادل للأحمال البدنية والمباريات المضغوطة أو سواء الأخطاء التحكمية اللي حدست في المسابقة وعدم فعالية خاصية الفار في معظم الملاعب على نحو عادل ده اللي النادي اللي أتكلم فيه أو إعلام النادي اللي أتكلم فيه ودي ما لاش علاقها على حوادث محددة مين يأخذ الدور لكن أنا ليه مشروعة من وجهة نظري بقوث بتهب من خلال الخبراء ولما هنا في مالك وكتابة احتكبنا إلى رأي خبراء التحكم في القناة الناخلة للبطولة لا كمان مش قناة الأهلي لما تبقى باني زهوك إنه لما الدفار تطبق إزا مالك كسب هو أنت اللي ربط أجي أقولك لها أجي أقولك لها لما الدفار دي مش لمصلحتك اللي استشهاد بالفار لأن فيه واحدين تلاتة بالظبط فأنت يعني أنت ده ردا على اللي بيقول لما الفار تطبق حق العدالة لا لما الفار تطبق لم يحقق العدالة هل كان بقى أخطاء ولا متعمد الناس عندها والخبراء يقولوا والخبراء قالوا واخد بالك ورغم كده ورغم كده هل كان في واجب النادي الأهلي أو نياته أن يهني هل الأهلي كان يجب أن يهني الزمالك وليه الأهلي ما هنناش الزمالك بس كده دس سؤال اللي طرحوا الأستاذ عمر أديب وأعتقد اللي يرد عليه الدكتور أو طرحوا كمان الأستاذ أحمد موسى ومعها الدكتور ساعد شلبي يعني عمر أديب قالها في برنامجه ورد ليه محنتش الزمالك كانت هناك تعليمات للموقع الرسمي للنادي الأهلي السيد مدير الإعلام بوضع برقية تهنئة على الموقع الرسمي للنادي الأهلي لنادي الزمالك بالاحتفال بتهنئته ببطولة الدور لكن تفاجأ النادي الأهلي بأن هناك إساءات داخل ملعب المباراة لنادي الزمالك تسيء للنادي الأهلي وجماهير النادي الأهلي من لعبين موجودين داخل ملعب المباراة شاركوا في المباراة وهذه الإساءة لم تكن المرة الأولى ولكن كانت مرات عديدة ففي الحقيقة كان هناك قرارا أن نحن لا نخش في تهنئة ثم نسحبها نتيجة لهذه الإساءة المتكررة وقلنا أنها كانت من لعبين وليست من أعضاء جماهير أو لأخذ لدى أفراد في محل مسئولية وتطبق عليهم لوائح وأعتقد أن الاتحاد المصري أصدر العقوبات التي كانت تتناسب مع هذا الفعل فكان في تفضيل أن نلتزم الصمت ونلتزم القيم التي تتعلق بالرياضة ويجب على الجميع احترام تلك القيم هل ممكن تعمله زيار نادي الزمالك؟ عندما يكون هناك امتسال للقانون يعني ايه؟ امتسال للقانون في موضوعات معلقة ما بين النادي الأهلي والأندية ونادي الزمالك في حقوق احنا متحفزين عليها في بعض الانتهاكات للحقوق التي منحتها الاتحادات القرية للنادي الأهلي في تعدي عليها في تعدي على حقوق الملكية الخاصة بالنادي الأهلي نطل القرن نطل القرن وخلافه فكيف يمكن كيف يمكن أن أدخل منزل يدعوني الأستاذ أحمد موسى إلى دعوة كريمة في منزله وأنا أروح المنزل وهذا المنزل يحمل عنوان مخالف أو يحمل عنوان خاص بي أو يمتلك أشياء خاصة بيقول لي دي مش من حقك يعني خلينا في الجوز الأولاني الجوز الثاني ده حقوق ويتكلم عنه الدكتور سعد الشلي من وقع خبرة وراجل مصر شنة تسويقي لكن خلينا في الجوز الأولاني لماذا هذا لم تهنق نادي الزمالك الراجل ببساطة شديدة جدا وده اللي عمله بالضبط نادي الزمالك مع اختلاف الوقعتين لما هنى النادي الأهلي وسعب التهنئة بعديها بأقل من نص ساعة لما قالوا له ده فيه واحد بيغمز ويلمز مع أنه ما فيش تجاوز لفظي هو كتب نتقابل في النهاء القاضي لما عملش غمزة العين دي كان ممكن يقول لك يا تمنى ونالي حسبه فورا كان ممكن يا تمنى الأهلي وزمالك يوصلوا فينا وقول لنا نتمنى هذا لكن الغمزة وضعت أنه بلقح فالأهلي رغم أن النادي الأهلي فورا حولوا للتحقيق وحاسبوا ويمكن دفع ثمن كبير جدا الراجل ده نتيجة هذه الغمزة الغمزة وزمالك سحب التهنئة فلما يجي النادي الأهلي وهو بيجاهز التهنئة من خلال مدير التنفيذي يقول هذه المعلومة يبص يلاقي أن في سبابه اشتيمة ومش هينفع هي دي القصة طيب احنا بنقول الكلام ده ليه الكلام ده بيتقال علشان إذا كنا فعلا عايزين نحط الضوابط للمستقبل هي دي الضوابط اللي تزكي من يعني أو تساعد على إذكاء الروح الرياضية ونبذ التعصب كلنا بقى ساعتها لما يحصل الثواب والعقاب وضبط الأداء زي ما أشاره أستاذ إبراهيم من شوية لما لها يخذ موقف حاسم نتيجة خروج عنصر من عناصره ولو كان مش فماتش يخص الأهلي وخارج مصر حما بعد كده عنصر آخر لما تعرض للاعتداء والتجسف حقه إنه كان ملتزما هو ده هو ده الكلام إنك أنت بتعلم اللي جاي بتحط خط عشان اللي جاي إحنا عايزين نقول هذا الكلام وهذا أيضا والله يصدقوني بنقوله فيه سياق يلا بينا نلتزم كلنا بس على الأقل كلنا ولو بالرفض أضعف الإيمان بالرفض بالشد الممكن عندي حاجة غلط أرفضها وبعد كده نقبل بما تنتهي إليه الأمور من الجهات الأعلى مننا المحايدة وحتى لو تصورناها غير محايدة عندك وسائل المراجعة والاستئناف لحد ما توصل للعقوبة التي تكون مقنعة للجميع ده كلامنا وكل هذا في إطار دعم السلوك الرياضي ودعم إن إحنا ننبز بعد كده إن ما حدش بقى يوعد يقول التاني أسنين تعملت ونتعملت ونتعملت لكن برضو ما كانش كان لازم نوضح هو الأهلي ما هنناش ليه ما هنناش مش عشان موقف بالعكس كنا نتمنى إنه هنق نازل مالك بصرف النظر عام ما نشعره من إحنا تعرضنا مثلا لبعض الحاجات اللي عطلتنا لكن في النهاية أنا متأكد النادي الآلي كان ينتوي المباركة لنادي الزمالي وأرجو في ماتش غدا إن نبتدي نجرب بقى من بكرة في كرة اليد إن الكسبان يروح لن خسران يقول له هردلك عملت ماتش كويس والله العظيم هردلك من قلبي ويفرح بعد كده والخسران إدارته تهنق ولعبته تهنق الفائز ونبتدي بداية نشوف نشوف هتنتهي إلى أي نشوف هتنتهي عليه لكن الأستاذ عمراء قديب وهو بيتكلم وقلت له أنت في النهاية مستكتر إن الأهل يأخذ خمسة دور واربعض وبتعتبر ده كلام مش مظبوط ومش موجود في أي دولة وقلتلك لأ في ألمانيا باير ميونيخ واخد آخر تسعة سنين دور ده حتى يا راجل كارتيرون المدير الفني للزمالك وهو على شاشة قناة الزمالك نشوف شبه النادي لأهل بمي أعتقد أنت ضربت برضو فريق شعبي كبير هو النادي للأهلي ووصلت معاه لنهائي أفريقيا وكان حضور جماهيري عريض أيضا أعتقد في المباريات الأهلي نعم هو الأهلي منظم بشكل كبير والأهلي الأهلي مثل باير ميونيخ في ألمانيا الأهلي هو باير ميونيخ في ألمانيا إنه آلة إنه ماشينا الأكل هناك العمل بشكل منهاجي منظم بص كارتيرون لما بفكروا كان لازم كارتيرون يقولوا كده لولا ما فعلوه معي من اغتيال معلاوي وإن أنا بيتحاول للتحقيق وإن أظروا توقف فجأة وإن يتبعت خطاب يولع الدنيا خطاب مزور يولع الدنيا والأجواء أمامي ولعبت تتعور هناك لولا هزل لفزل أهلي ما هو أضع لقب على كارتيرون وكان من يعني ربما من أسباب إنه مقدرش يكمل بعد كده في النادي الأهلي ولكن كارتيرون على رأيك بيقانن الأهلي بمين هو قالك ده بايرن ميونيك مصر اللي أنت قلته بالظبط هو ده النادي الأهلي وهي ده قيمته وعلى فكرة قيمة الأهلي هتستمد من قيمة كل المنافسين ما هو لما يبقى بطل الدوري الناس المنافسين الكبار اللي برا شايفينه في حجم أقل ده هي أنعكس على اللي باقي لما يكون الكبير قوي في ونظركه صغير الباقي شكله إيه فكون إن حتى الأوروبيين يكون لهم هذا التقدير للنادي الأهلي حتى بالنسبة الكارتيرون وهو بيدرب المنافس الزمالك إيبا هي دي قيمة مصر قيمة الكرة المصرية وقيمة بطالها المستمد من قوة الزمالك والإسماعيل والاتحاد وكل الأندل يا أستاذ إبراهيم لازم نذكر شيء يا جماعة لما فرقة مصرية تكسب بطولة إقليمية التقليل من هذه البطولات أنت بتقلل من نفسك بتقلل من واقعك لما تيجي تقول النادي الأهلي ويش عرف إيه وبطولة كاس العالم دي إيه بطولة أفريقيا دي إيه الله ما هو يعني إزاي يعني أن أنا أقل من واحد بيحق بطولات بيتجاوزني فيها في الخارج وهنا أنا بقول بطولات حتى لو الزمالك كسب بطولة الأهلي يجي يسفه من هذه البطولة ما أنت بتسفه من بطولاتك في الواقع أما تيجي يعني النهارده كل بطولة تكسبها أنا كنادي أهلي أما ما سفه في البطولات اللي خاد المنافس بتاعي طيب أنت مخدتاش ليه أنا بقى أهلي لو أنا بعمل كده طيب ما هي قول أنت مخدتاش ليه أما هي سهلة كده بوسيطة كده مبلاش خيمة كده صحيح كنت بتلعب ليه عشان تاخد ليه وكنت مدى ليه لما خسرت ها فالكلام ده لما يطلع من الجماهير الناس بتسلي بعض اللي متراهن على عشو اللي متراهن على كلم اللي على سين بينهم وبين بعض زي ما جبتلك عدل السنهور أنا مبارك انت عملتلي عمال كتير المهم يعني إنما لما تبقى إعلامي ومسؤول عن التنوير وتعمل كده لا انت هنا بقى هنا هنا يبقى الخطورة ولذلك علينا أن نفهم ما يحدث على أرض الواقع الآن في سياقه السليم دعونا كلنا نبطل الحاجات دي عشان نقدر نمشي لقدام فعلا ونساعد أنديتنا ونساعد جماهيرنا أنت متخالي أستاذ إبراهيم الجمهور شاي الهم إيه دلوقتي اللي بيخسر وزعلان من الهزيمة أو زعلان بس تخلص تاني يوم الصبح زعلان من تدعياتها تحفيله المعايرة المعايرة وتزييف بقى كل شيء يعني تكسب بطولة تشولي عشر بطولات مهو إزاي يبقى أنا مش عايز أغسر بطولة آه آه يا سيد عمر مش عايز أغسر رالة بطول لأنه عارف يعني الإسلوب ده آه في الاحتفال إنما خلينا لو بنحتفل كل حاجة في سياقها أنا أكسب إنت تكسب نقول لك جود لك وإن الخسران ينقول له عملت اللي عليك ها وهر لك حلوة كل الناس والله تعيش مبسوطة وتستمتع بالرياضة فعلا تستمتع بيها وفي نفس الوقت كل شيء يمشي طبيعي ما هو ما حدش حيكسب على طول ما حدش حيكسر على طول بالتأكيد نطلع لفاصل وبعد الفاصل هنشوف مين بقى اللي هتمسك من عظم التسانو أهلا بحباركم جديد يمكن مباراة البنجبونج اللي بينه وبين المهندس عادلي فكرتلي بإنجاز بطلات مصر والنادي الأهلي في تينس الطولة أي يا أخي إزاي إزاي بس خدتنا الأحداث ده إنجاز رائع جدا جدا لما تشوف البنات في بطولة أفريقيا والأهلي وينفس الأهلي أيوة بنات الأهلي ضد بعض على عرش أفريقيا هنجودة تكسب دينا مشرف هنجودة تكسب دينا مشرف في يعني مفاجأة من العرش السقين مفاجأة تمرة تاريخية لأنه أنت بتكلم على واحدة بطلة أفريقيا تلات أربع سنين ومصنفة ومصنفة عالميا تخسر من قدام المعجزة الصاعدة للطفلة الواعدة هنجودة دي كانت معجزة كبيرة جدا لكن كمان بعد ما الناس افتكرت إن خلاص مدام هنجودة أزاحت البطلة دينا مشرف من طريقها رايحة تاخد بطولة أفريقيا في حدث كان هيبقى عجيب وغريب إن اتحقق طفلة في السن ده بطولة أفريقيا في الفردي لكن إذا بمريم الهضيبي لعبة النادي الأهلي أيضا في النهاية تكسب هنجودة وتاخد أربعة تلاتة مارسون مارسون لكن عايزة توقف إن البنتين دول يوصلوا النهاية البنتين دول النادي الأهلي كان أرس وإدنهم أرس صغيرة كده من أقل من ستة أشهر لما ترشق قبل الدورة الأولمبية بكلم ما كانش قاسي لكن يعني بالإدراك بتاع مجلس دارة النادي اللي قاله كابتل خطيب يعني شافوا إن دي بداية مش صح إن بنات في فرقة واحدة يقولوا مين الأقدر إنه يطلع الدورة الأولمبية على فكرة عمر عصر لما قال نصيحة قال لي هنا تبعد على السوشيل ميدي كان رائع جدا فيه لكن النهاردة وبذكر عمر عصر ما هو بطل أفريقيا بالضبط بس ده منطقية الراجل اللي يوصل رابع الدورة الأولمبية أو خامس الدورة الأولمبية مش كتير عليه أفريقيا بقت بالنسبة له نزهة صحيح لكن البنت بقى اللي راحت أفريقيا يعني زي بقولوا إيه عضو مراقب أو عضو مشارك يعني راحوا معهم آه فترجع وقد اكتسبت خبرات تؤهلها تلعب الفاينل صحيح مع مين؟ مع زميلتها؟ ماريما الهضيبي اللي كسبت بطولة برضو ربما تكون الأغلى في حياتها ده تنس الطاولة كل التهناء اللي تصل تنس الطاولة في النادي الآلي وفي الانتحاد المصري برئاسة هي اللعبة دي يا صد إبراهيم عشور الحال اللي عمل طفرة كبيرة جدا يعني اللعبة دي تحسب من ألعاب الصلاة؟ ما أنا بلعبها أنا وأنت في البرو يعني طيب يعني بقول من الألعاب الصلاة بس دول يبقوا أساطير مش بلوجوة لا دول لا تنس الطاولة بتعمل حالة كبيرة وهنيئة للنادي الآلي بطولة أفريقيا لكورة اليد هنيئة للنادي الآلي تنس طاولة رجال هنيئة للأهلي هنيئة للأهلي وكل هذه البطولات لكن هناك كلام كثير بي بعض متلسانه اللعبوا غيرها وحنشوف هي إيه ومين دول اللي اللعبوا غيرها لكن وإحنا بنتكلم من بدري على النادي الآلي وقيمته وشوفوا مبعث الفخر بقى وإزاي لما يبقى بصمة النادي الآلي وقيمته مأثرة في محيطه وأبناء محيطه في الأشقاء العرب وفي الأفارقة وفي كل مكان الناس اللي توصل لها رسالة الآلي ومكانة الآلي شوفوا بتتأثر به إزاي الإعلامي اللبناني الكبير اللي أستاذ عالي الزين كان على الهاتف ضيفا مع الكابتن إسلام الشاطر في البيت الكبير بالأمس قال جملة مهمة جدا عن النادي الآلي نسمع يعني أولا شوف لي لأن حضرتك تكون معنا يا أستاذ عالي ويعني بنقرأ لك كتير وبنسمع لك كتير الحقيقة وعارفين أدي إيه أنت بتحب هذا النادي أو بتشجع النادي الأهلي لا النادي الأهلي بالنسبة لأهلي أسطوب حياتي يعني عندي ضعف أمام النادي الأهلي لا حياتش فيه تربينا عليه يعني بحياتنا والحمد لله أبن عن جد أهلاوي طب منين جي الموضوع ده يعني يا أستاذ عالي يعني إنت رجل لبناني وعيش في لبنان أهلاوي في بيروت إزاي يعني أهلاوي في بيروت لأنه صيد النادي الأهلي وإنجازات النادي الأهلي يعني وصلت إلى كل بيت في العالم العربي وخارج العالم العربي وبتشوف لكثير أنه مجلة النادي الأهلي حتى بأيام الحرب كان استوصل يعني الاشتراك كان موجود وكان استوصلنا كل أسبوع تقريبا ولما انقطع على عن النادي الأهلي حتى بيأحلك الظروف يا عم هيص بجالة النادي الأهلي هي اللي بتوصله لا أعجي أقول وهنا الفكرة الأهلي أسلوب حياة أي أسلوب حياة إحنا قلناها كده الأهلي فكرة مش مجرد نادي بيسعى أنه ياخد بطولات والله البطولات دي جزء من التاريخ لكن التاريخ الأهم فيما يمثله هذا النادي من تأثير على مجتمعه ومجتمع اللي حواليه مجتمعه المحلي والإقليمي وبإذن الله الدولي أي أنه هو مصدر إشعاع في أنه متمسك بالصح متمسك يعني ولذلك أنا بستغرب جدا أيه المحاولة اليائسة دي في ضرب رموز النادي الأهلي وفكرة أنه نادي الوطنية ونقعد نشوي بطريقة عبثية في كل شيء يعني علينا كنا إحنا نعزز هذه القيم ونلوحنا كمان مش إن إحنا نقول لأ من قال لك هذا الكلام لأ أصلي ده تاريخ وهو راجل لبناني قال لك من زمان إحنا والأسرة الفكرة إن الأهلي اسلوب حياة تنطقي منه المنهج والدستور اللي تضمن يعني اتبعته إنك تنجح في حياتك أو على الأقل تبقى تسعى إنك تكون سوي دي مهمة جدا وأنا ما بقول لك الأهلي اسلوب حياة أو غيري عايزين الأهلي يبقى اسلوب حياة في إيه؟ في الصح أتمسك بالصواب اتمسك بتقاليد الأهلي اتمسك بقيم الأهلي اتمسك بسلوب النادي الأهلي الأهلي لا ينافق من أجلك يعني إن الناس تحبوا ونسك لا بيمشي صح عشان الناس تحبوا هنا أنك يعني تسلك الطريق الصعب أنك تتسب الحب من الاحترام مش من أنك تتخذغ مشاعر الناس بشكل مباشر أنك يلاقوا حاجة منك يعني في الغلط عشان دي تعجبهم لا الجمهور مش عايز يعني بالنسبة لنادي الأهلي ما فيش حاجة يسمى الشباك عايز كده أو الجمهور عايز كده في الصح عايز كده فالجمهور يعود الصح وده الخلاصة اللي اختزل بيها الزميل الكبير اللي أستاذ عايز زين فكرة الأهلي أسلوب حياة إزاي يتمسك بالتفوق إزاي يرفض الهزيمة وهو بيرفض الهزيمة بيسعى للنصر بكل قوة لكن بكبرياء البطل بيحافظ على مكتسباته بكبرياءه ترفض الهزيمة لكن قد تتقبلها عندما تحدث لكن لما تعمل كل اللي عليك وتكون دي نتيجة لازم أنت تتقبلها بكل روح رياضية وباحترام للمنافس تبطرية تتقبلها زياء أستاذ إبراهيم لكن تدرس أسبابها وتتمسك بإرادة النصر ولعل الأهلي بطل البلاس تسعين ده بيترجم روح الفانيلا الحامرة اللي هي كفيلة بإحداث النجاح لأي إنسان ولأي مجتمع إزاي تتمسك بإرادة النصر إزاي دايما وأبدا تسعى للتحقيق أهدافك مهما كانت الصعاب ولغاية آخر لحظة هو ده أسلوب الحياة اللي أصد بيه الأستاذ علي الزين علاقته بالنادي الأهلي لكن أي حد اتربى في النادي الأهلي عارف هو اتربى في النادي الأهلي على إيه حتى لو خرج من النادي الأهلي بيفضل عارف بصمة الأهلي عليه حاملة زي ده اللي قاله كابتن المحترم عمر الحلواني لما كان ضيف الكابتن إسلام الشاطر برضو إيه الفر يعني النادي الأهلي ليه مختلف؟ النادي الأهلي بيرضيك على المكسف بيرضيك على الاحترام بيرضيك على الأدب يمره بيرضيك اللي أنت لعب شخص تحترم مداربك تحترم الناس الموجودين تحترم الكبير زي الزغائر زي أيروبا بلظل تانا ما روحتني لؤيته أنا برضو كان نفس السيستم انا ما روحت اليونانا كابتل اسلام ما تعبتش. يعني عدت اربحة. لنت عايش في السيستم. انا اصلا قريد عايز من سيستم من صغري. يعني ما فيش حاجة اسمها مشكلة في النادي. ما فيش مثلا اتكلم عن مضارب وحش. ما فيش مشكلة مثلا اتكلم عن عيب وحصل مشكلة في التمرين مستحيل. وما فيش حاجة مثلا انا عايز حاجة ما نفعش اعدي حدودي. فيه سيستم محطوط. يعني انا صغير ما نفعش اروح لمدير الكتار نشيئين مرة واحد. ما نفعش. لازم مدير فن يحكي مدير فن يحكي مدير فن يحكي المدير تانشيئين هي كده ده سيستم محطوط محدش بيعديه. كان فيه سيستم انا مترابع عليه. فهو بيربيك على حاجات معينة. ما فيش حاجة اسمها خسارة. اه. مش حاجة اسمها تعادل. اه. في النادي الاهلي. طول وقت مكسب. طول وقت بطولة. طول وقت انت رسم في الدماغ اللي انت هتاخد بطولة. طول وقت فيه غيرة على اللي انت هتاخد بطولة. في غيرة اللي انت هتاخد تابونت. وانا صغير يعني في البطولات يعني. لا النادي الاهلي بيعلمك حاجة كتير او 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 او. وكأن عمر الحلواني بترجم كلام اللي استاذ علي الزين. في انه القيم اللي تربى عليها في النادي الاهلي. واللي مأثرة في شخصيته حتى بعد ما خرج من النادي الاهلي في سنوات. بقت اسلوب حياة بنسباله. لانه كمان بيفخر بها في كل مكان. نسمعون. كلام مهم جدا وكلام محترم جدا. اللي انت كنت بتقول لي انت عايش باسم النادي الاهلي غاد الوقتي. طبعا والله. انا صغير وابا مش في اي حتا حاليا حاليا حاليا. عمر الحلواني ابني النادي الاهلي. عمر الحلواني لعف ناشيو النادي الاهلي. لغادي الوقت لغادي مابش في الشارع يعني. اي حاد اهلاوي. ربما مني انت تنقلت في اي حاليا كتير. بس انت متربل فين. اه..ذة فأنت مرتب فيه..والناس الجمهور نادالي بيحب الناد الاهلي وبيحب ولاده فكتير جدا وانا مش في الشارع بعرفو انا عمر حانا قولك ده ابننا ده ابن الناد الاهلي وانا باسعيد جدا اقولون طبعا انا شرف ايه انا بكون واحد من ضمن الناس دي كتير اللي بقى اتقال علي ان انا لعبت في الناد الاهلي اللي يعان بتبقى احساسك ايه وانت بتلعب ضد بقى الناد الاهلي النادل اهلي رباني لا نكسب. نادل اهلي رباني لا نكسب. موقف انا حكيته مرة. كنا بنعبد من النادل الاهلي وهنا في انبي. وكنا خسران اثنين صفر. النادل اهلي كدواناتين صفر. وجبنا اتين واحد وكان في اخر جون تقاريمة خسرانها اتين واحد. وكنت انا غيران على الفرق تاعي. عايز اكسب. عايز اكسب والله العظيمة. قال السلام بعد المطش. جمهور نادل اهلي. ساقفل لنا بعد المطش. وسيقفل انا شخصية. مش مسلا ما قاليش لفظة. قال لي انت ابن النادي هو ده. اتعب. هو الندي يعني علمنا على كده. زي المدربين نادي الاهلي بتجي تعمل ده من ادلالي. ماشي وكي انت تحب نادي الاهلي بس انت عايز تكسب. طبعا. اه شغل بس انا جوه انا بقبرة الكرة انا بحشة نادي الاهلي. جوه ده شغلي. نادي الاهلي يعني ربنا على كده اقول لهو لازم ان تتعب ولازم تعمل شغلك مية في المية وبعد كده تجي على ربنا بس. كل ولاد النادي الاهلي اما بيعمل بيلعبوه كده. يعني لما تشوف سموحة. ها? والكابتن احمد سامي. ها? هزيمة. بالضبط. اه لما تشوف كابت رضا شحاتة. اه. والجونة. اه. تعادل. لا حيفيدوا بحاجة. ولا حيعملوا شيء. وفي لحظات قتلة بضربة جزاء. اه لكن قابليها ساعي. كان مغلوف اه جولين. يعني هو هو انا مبسوط جدا جدا جدا. ولازم اهني اه الكابتن اسلام. حقيقة يعني. على اختيار عمر. لا لا مش عمر. البرنامج بتاعه. في معنى البيت الكبير. اه. بيشبع ناهم انا دلوقتي. دفء البيت الكبير. اختيار دقيق للضيوف. اه 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 اجراء الحوار بشكل. يخرج الحاجات اللي هي تعلم الناس. يعني ما قاله الاستاذ علي الزين. ما قاله. وكرره في اكثر من فقرة. الكابتن عمر الحلواني. يخليك تتوقف وتتأمل. هو لما يجي يقول لك. الناس بتندهل. هو برا النادي بقاله كم سنة. ابننا. فالليه فاخرين بايه. لانه شايفينه نموذج مشرف. رحي. مسئوليته. كابن من ابناء النادي الاهلي ان يكون نموذجا مشرفا. ده اللي بنقوله. اي. ان تكون من جماهير الاهلي هزيه مسئولية. ان تكون منتمن النادي الاهلي هزيه مسئولية. ان تحسن تمثيل النادي الاهلي لمجرد انك ابن النادي الاهلي حتى لو لم تكن داخل النادي الاهلي. هزيه مسئولية. كيف انك تكبح جماحك انت وتسيطر على غضبك. هي دي الرياضة. الرياضة مش انك انت ساعت ما تكسب الناس تشيلك على الاعناق. لكن كيف تتقبل النصر بدون غرور. كيف تتقبل هزيمك بدون انكسار. وتاخد من دي دارس. وتاخد من دي دارس. وتحنوا انت فائز على الخسران. يا اخي فانك بتروح بيتك تنامس عيد. بتضيق الخسران ليه? ما تضيقوش. انت ما تبقاش اهلاوي كده. اي. اه اه اه. ولكن. احترم المنافس. وتحنوا عليه. اه. عندما تفوز ما تتعاملش بتعالي وتكبر. لازم ان تتواضع. كبرياء البطل كده. اه. غير تكبره. ان يتواضع عند الفوز. ان يتواضع عند الفوز. طبعا. فالناس اللي متضيقة. الالي فوق الجميع. هو الله تواضع مننا. امام اسم النادي الالي الكبير. نتواضع بمصالحنا امام مصلحته. انا هجيلك في الحدوط الكبيرة دي. لان لها فيها كلام كتير. برضو من جزء في في حدة الاعلام اللي لازم ان تتغير. لازم تتغير. فكرة المجاهرة بالشعور السلبة تجاه المنافسية. ومحدش قادر يقدر او عايز يقدر انه ده اعلام. هتعلم الناس ايه? عايز تقول يجي الاهل مسلا بيلعب في بطولة افريقيا. فتلاقي سؤال سامج جدا. عايز الاهل يكسب بكرة ولا يتعادل. هو الراجل مفترض ان هو ما بيشجعش الاهل. طب عنده رغبة في انه المنافس بتاع الاهل حتى لو كان مين يكسب. لكن فكرة المجاهرة بهذا الشعور السلبي. لجمهور متلقي. وانا تفاخر بيها. جمهور متلقي اللي بيتفرج عليك ده. الاغلبية منه اهلوية. وفيهم اطفال. وفيهم اطفال. لما يستقبل هذا الشعور السلبي. انتوا بتصدروا للناس ايه? انه. يا اخي احتفظ احتفظ برغبتك مع نفسك. لكن المجاهرة باسلوب بشعور سلبي دي مسألة اخلاقيا مش صح. رياضيا مش صح. حتى مجتمعيا مش صح. بص يا صدر مجتمعيا. اه. ليه بقى ام? احنا عادين. ام. مع صحابنا. فيهم زمال كوية اهلوية. ام. لو انت من وراء قلبك تقول جود لك النهاردة لنادي زمالك او جود لك النهاردة لنادي الآلي او نادي بيرمد او اي نادي بصرف النظر عم مشاعرك. اللي انت من جواك يمكن عكسها. ام. لكن مسئوليتك تقتضي منك ان تقول. لك تحترم مشاعره. ليه? عشان اللي قاعدين دول. طبعا. يخرجوش. اه. يطلعوا لسانهم لبعض ويا رب بتخساره. اه. ولب بتلعبوا مش عارف مين لا يكسبك واحنا لا. انت بتكبت. هزا تشعور بالكراهية. انت روحت ليه بقى? اه? انت روحت فين? امبارح صديقك او صديقنا العزيز عدل السنهوري. واحنا بنلومه على اللي قاله. قالك لا بس انا ما كانش الكلام على الدحيل. يا عم كان على الدحيل. فحبينا مفكره تاني بنص الفيديو الكامل. اللي سألوا فيه. واحنا ليه بنجيب اللي. قبل مباراة القالي والدحيل القطري. في عز ازمة اه مصر مع قطر. لان ده نموذج للموقف اللي احنا بنقول للناس خلي بالكم. ليه المجاهرة بالشعور السلبي الى هذا الحد. هسألك سؤال كده بس يعني قد يكون اه ملغم. سؤال ملغم شونا. من منطلق زم الكويتك. كيف ترى مباراة غدا في كأس العالم للاندية. ما بين وانت رجل سياسي ايضا. يعني الصحة فيه سياسي. اه. كيف ترى مباراة الغد ما بين فريق قطري اه اسمه الدحيل. وما بين فريق مصري اسمه النادي الى. بس يعني اه اه. انا رؤمن دايما الذي يمثل يمثلني يعني كمصري. المنتخب. يعني كل نادي يعني يمثل نفسه في النهاية هذه البطولة لو الالخة ده فهتضاف لدولة بطولاته. يعني قول مبروك يعني. انما في النهاية. اه. ده عادي جدا في العالم كله يعني. المنافس بتمنى هزيمة المنافس اللي بيلعب قدامه حتى لو بيلع في اي بطولة يعني. اه. انما المباراة صعبة. اه. المباراة صعبة جدا. اه. واللي انا بشوفه يعني في يعني في الوسائل الاعلام. يعني فكرة لأ ده ده يعني ممكن الاهل يغلب الدحيل ويروح يلعب غير المنخ. وحنا. مصور ممكن على فكرة. واحنا اقل. شكل شيء وارد في كرة. اه. لانا الاهلي انا شايف الاهلي اقرب. المباراة صعبة. المباراة صعبة جدا. جدا. الفريق يعني. لكن انت لا تشجع الا زمالك. انا مش هجعش غير زمالك. خالص. حقيقة. ودماغك ما. 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 يعني ولا تتمزج ولا. انا. اه. تدايق الا من زمالك. انا بصراحة لا استمتع باي مباراة غير مباراة الزمالك. حتى هو بتهزل. اه. انا لا استمتع باي كرة. اه. محلية يعني. اه. غير في مباراة الزمالك. فقط. شوف انا مهزوم. وانا غضبان. وانا جواع ودحل. فمش اتفرج تاني. وهتلاقيني من من العصر. اه. يوم الحد قاعد. بغضب القاعد عشان اتفرج على بانشنا. كل مورف كده. هي دي الفكرة. الحوار نفسه غريب. ليه سؤال ملغم. وليه لما هو سؤال ملغم تسألهله على الهوى. وبعدين يقوله صفتك كاتب سياسي. يوم يتكلم كلام غير سياسي. اي كاتب سياسي. بيتكلم حتى وانت رايح على مائدة المفاوضات مع عدوك. بتذكر الجوانب المشتركة اللي ممكن تؤدي الى نجاح هذه المفاوضات. اه. غير الاجراء العسكري انك انت لو في حرب بتروح وهم عدين بيضاربوا كل قوتك عشان تخلي اللي قدامك يدعن لطلباتك. لكن السياسي ما بيعملش كده. السياسي بيتكلم بديبلوماسية. تخلى عنها الاستاذ عادل في الحتة دي لما قالوا لا ما تمناش انه يكسب بكرة. وبعدين تداركوا ابتدى اقولوا بس هي المباراة صعبة المباراة صعبة المباراة صعبة. على فكر المباراة صعبة لما هي المباراة صعبة يبقى البطولة صعبة ولا سهلة ولا بطولة ما لهاش لازمة في الاخر يعني. ده بس للتذكير عشان بعد كده. اه. الحوار الحوار مش معلوسات عادل. الحوار من المحاول اه بان على ان البطولة دي ما لهاش يعني ما معناها يعني اه. تلت عالم ايه وبتاعي. فده الكلام. انت مدركين انك انت مش هتبقى سعيد اللي يكسب ووجرك يغيزك. ما هو في الاخر التحفيل. لما فيش تحفيل. اه. لان في زمال كوية تربطني بهم صلات. انا بحافظ على شعورهم. هما بيحافظ على شعوري. فما بيبقاش في غضادة نتفرج مع بعض او نقعد مع بعض. او نكلم بعض في ال في ال. كلهم يحترم مشاعر. اه. لكن في ناس تانية. لما بقابلهم بيحاول يغزوني بيحاول اغزهم. بعضهم بدعاوة. وبعضهم بيبقوا قصدين. وحيلا كده. وبعضهم هنرد عليه بالدليل. بعد الفصل. وما تخبش على الاهلي طول ما المحددات التلاتة موجودين وفعالين. تاريخ مبادئ تطوير. ده المحددات اللي اشار اليها الدكتور سعد شدبي في مدخلته معنا. واللي فكرتنا الحقيقة في تانية هذه الحلقة. بهذا التناغم الرائع جدا. في العمل بين ما ينجزه مجلس دارة النادي الاهلي. انشائيا حتى. مع توجهات وفكر. بل واقاع الدولة. لانه اعتقد اقاع الدولة المصرية في البناء والتعمير اقاع غير مسبوك. ومضرب المثل لمجتمعات كتيرة جدا. معظم الدولات بتتكلم اللي بيحصل في مصر ده بالسرعة. حتى في العراق. بالسرعة الشديدة او ده. اقاع العمل وانجازه على هذا النحو من السرعة والدقة والكفاءة. بقى خلطة مصرية. النادي الاهلي بيستمد منها نفس النهج. في انجاز كل هذه المشروعات في فترة قصيرة جدا. من عمر مجلس الادارة الحالي. وما من مناسبة. الاهلي يحتفل بيها بعمل انشائي كبير. الا ويرجع الفضل لاصحابه. وده فكرة العمل المشترك والتفاعل مع القيادات المسؤولة. نفكركم بكلمة الكابتب محمود الخطيب عند وضع حجر اساس مشروع استاد الاهلي. بلدنا مصر بتمر بيه تحديات كثيرة جدا. فكل التقدير والشكر للستاد الرئيس عبدالفتاح السيسي. وكل مؤسس الدولة. وفيها الجيش والشرطة. لحصهم كلهم على ازاي يقابلوا التحديات دي بحكمة وبقوة. كمان عايز اشكر وزارة الانتاج الحربي. للمنشأ العظيم اللي احنا فيه نهاردة. ولي احنا شايفينه. ويمكن ده كمان يخليني اتذكر الراحل الكبير الوزير محمد العصار. رحمة الله عليه. كمان لما اكلم على وزارة سباب الرياضة. دكتور عشرف صبحي. الحقيقة عامل زي النحلة اللي ما بتهداش. وزارة سباب الرياضة. ادعمة لكل الاندية الرياضية. ادعمة افضل اللي جاي. افضل بازن الله. كلام مؤدانه النادي الاهلي جزء من نسيج هذا الوطن. يتناغم مع مسئولي فيما يحقق الصالح العام. كلهم في مجاله. المرة دي في الرياضة. من خلال النادي الاهلي ما سابش مسئول ما 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 نسابلوش بفضل. اه اه هو هو ده يعني الكلام اللي مدايق البعض يحاول يلقح كلام. اه 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 عن نادي الاهلي هما بيشوفوا ايه غير الحاجات اللي احنا بنشوفها. يعني الذين يضعون اه 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 السلبيات واختلقون السلبيات عن نادي الاهلي هما سؤولون. يتحدثونا عن اهلي اه هم مش عايشين في البلد يعني ومش شايفين الاهلي بيعمل ايه وبيطور ايه. ولا شافوا لما انت ركبت الكارتة ولفيت في القصر. لا ما انت. دي كانت رسالة النادي الاهلي اللي وصل بها لأقصى الجنوب. واللي اتكلم عنها برضو كابت الخطيب. وزي ما هي عادة النادي الاهلي. دايما ان يكون الرائد والسباق. وصاحب رسالة. صاحب رسالة وطنية. وده دوره على مدار التاريخ. ان يشارك في دفع عجلة التنمية والتعمير التي تشهدها بلدنا الحبيبة. في كل المجالات بقيادة السيد الرئيس عفتاح السيسي. وخلفه مؤسسات الوضع مصر في المكانة التي تستحقها. احنا سعداء جدا جدا بوجدنا النهاردة على ارض جنوب مصر. لنساهم في رعاية النشأ والتواصل الاجتماعي والثقافي. وفتح افاق جديدة للشباب. ويمكن ده الدور الكبير اللي دكتور اشرف صبحي مهتم بي جدا جدا يعني. يعني احنا كنا شرفنا بان احنا نروح نغطي هذا الحدث من خلال هذا البرنامج. وتجولنا على رجلينا. تجولنا على رأيك بالكاريتة. وشفنا مدى اللحفة والترقب والفرحة والاندفاع والاقبال على ان الناس تبقى يعني اعضاء في هذا الفرع المهم جدا. وشفنا الكلمة بتاعت كابتن الخطيب اللي على طول ما من مرة إلا لما يقول انا بنتهز الفرصة وبنتهز الالهام اللي باخده من القيادات هذا البلد اللي عايز اشتغل ويحب مصر يميدي ايده واحنا معاه. بالضبط. فيهرع النادي الالي ويسارع انه ميدي ايده حتى في الاخصر. وآآ يعني اعتقد ان شوف النهار ده بيدب بالحياة. هذا تربية النشأ والاطفال. عملية في المجتمع اللي حواليه. شوف الاعداء. شوف الشياكة. شوف المكان. شوف السعادة. شوف الناس دي هتطلع وقيم شكلها ايه. اه. وبكرة باذن الله قدم لنا ابطال هذا الفرع. طب. لمصر. وللنادي الاهلي. وعايز اقول لك انه من الاسبوع اللي فات كان الكابتن شطة والكابتن اكرامي وكابتن محمود صالح وكابتن فوز سكوتي. وافد الاهلي كان في في الصعيد. راح اصيوت وعمل ندوة مع الدكتور طاري عبدالعزيز. مدير اكاديمية الاهلي في اصيوت. ثم راح وصهاج. عن دور الاهلي في خدمة الرياضة في الصعيد. شوف حجم الاقبال اللي حصل بعد هزا الزيارة على فروع الاكاديمية. سواء في اصيوت في ملاعب الجامعة او في سواج. دكتور طاري عبدالعزيز بقول بمجرد ما نجوم الاهلي ييجم الناس كلها متلهفة. طبيعي. تيجي للاهلي. طبيعي. اه. وده ده دور نادي الاهلي ولا تفضل بيه على احد. بالزبط. اصل قيمتك من تأثيرك في المجتمعك. ايوة. والتأثير اللي جابي مش تأثير السلبي. صحيح. قيمتك. يعني ازا الناس. يا استاذ ابراهيم ازا الناس ما طلبتش منك طلبات. يبقى انت تسوي حاجة. لا. اللي يجي يقولك انها بقى استاذ ابراهيم ياريت تقدر. حلوة او. وياريت تقدر وياريت اقدر. هو بس اه اه بنتبر. تتفكرني بعد الفصل قطل منك طلب. ياريت اقدر اعمل للناس. بس خلاص يا جماعة. كل حاجة. انا كنت بفترة بفترات عمري مقول لحد مش قادر. لكن والله هي كده دلوقتي. طيب. لكن في اخر افتتاحيات النادي الاهلي. في افتتاح حتى جراج مدينة نصر. اللي بيساهم به بحل مشكلة المرور في منطقة مهمة جدا شرق القاهرة. ايضا كان الكابتن الخطيب ممتنا لجهود الدولة. في البداية برحب باستاذ الوزير الدكتور اشرف صبحي. واستاذ المحافظ اللواء خالد عبدالعال. لحضورهم متشرفهم. وبرحب بكل استاذة الحضور. ليه الواحد السعيد باللحظة دي. لان على مدار اكتر من عشرين سنة. نحن بنحاول فعلا ناخد نعمل هذا الصرح اللي حلاكم شايفينه. الصرح دوت اعتقد يضيف للنهضة الكبيرة جدا. والانتاج الفعال بتوجهات دوجهات الساد الرئيس عبدالفتاح السيسي اللي كان بيمر وشاف المكان وقال لي انت بتستغلوش المكان ده. في هذا يعني في تسهيل بالاعضاء. انه ده الامر اللي احنا كنا نفسينا فيه من عشرين سنة فاته. فكان هناك دوجهات فورية. ان احنا نبتجى فورا في السور دوت. كان اخر سور موجود. مع المنطقة دي كلها. مرة تانية باشكركم جدا باشكر لستاذ الحضور. وعلى بركة الله ان شاء الله. ننتجي من النهاردة استخدام آآ جراش النادي الاهلي بإذن الله. شكرا لكم وشكرا لكل استاذ الحضور وشكرا ساد الوزير. شكرا لكم. يعني استاذ ابراهيم. رأينا يتحدث وهذا حجر الاساس في الشيخ زايد بتاع الاستاذ الاهلي. ثم يربط هذا الحدث ببرضه. بشكر للمسؤولين عن الدولة. آآ وآآ اشار كده لما حدث في استاذ الاهلي المؤقت في السلام. في السلام. ثم الاخصر. ثم آآ يعني مدينة ناصر. مدينة ناصر الجراش. غير التطوير المنشآت اللي افتتاحها قبل كده. وفي كل مرة تكيد. بس يا اخي حاجة غريبة اهو. الراضيين منفعوش يديروا الاندي. آآ انت بتفتكر آآآ كلام ابراهيم عيسي. مش معقولة. آآ يعني انت انت في حتة تانية. آآ. ده على مستوى الانشآت بس. آآ. طبعا في الرياضة. احنا بنتكلم ان احنا زعلنين اللي خسرنا الدورة. استاذ عمرا دي بقولك هو انت ما تكسب خمس سنين. وانا اكسب سنة. بس يعني في الرياضة انت فاشل. خسرت الدوري. وكسبت ست بطولات تانية. في الانشآت لا 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 يعني ايه هو في الحجر في الطوب. آآ. طب في حاجة تانية ممكن. طيب. عشان الكلام الجملة دي لوحدها كانت جملة كاشفة الحقيقة. اترمت كده بين السطور لهدف الماء. يعني. هالرياضة ما ينفعش تتسابل الرياضيين. طب تتسابل مين يا بإذن الله. لمين. وبعدين انا عايز اعرف حاجة. هي تقييم هي اكل ولا بحلقة. طب ترجعنا. ايوه. هو اكل ولا بحلقة. هو كلام بجد وانجاز ولا ادعاء. لو هنتكلم على ما حققه. يعني شفنا العلاقة والتناغم بين الاهل وهيئات الدولة ومؤسساتها المختلفة. وامتنان النادي الاهلي وقياداته بكل ما يقدم للنادي الاهلي. من دعمه ومساندة لانجاز مشروعاته. اللي هي في الاصل بشكل مباشر لخدمة الشعب المصري. والرياضيين. لكن هو مجلس دارة النادي الاهلي. في الاربع سنين التي لم تكتمل بعد. عمل ايه. عشان نشوف هي الرياضة ينفع تتسابل الرياضيين. ولا تروح للمين بالزبط. هذا المجلس يا جماعة. قبل ان يكمل دورته. حقق على الارض انجازات غير مسبوقة في اي نادي اخر. ما تم انجازه من مشروعات للبنية التحتية الرياضية في مصر. في خلال دورة عمل المجلس. ما فعله النادي الاهلي لم يفعله اي نادي اخر. وكله يلاجع نفسه. برغم ضخامة الاجندة الرياضية. وبرغم كثافة عدد الاعضاء والخدمات المطلوب من النادي اداء. لكن لو اتكلمنا على الانشاءات نتكلم على الميزانيات. مجلس ادارة النادي الاهلي الحالي. عشان كلمة الرياضة ما تتسابش للرياضين ما تعديش كده. ما تترمش بين السطور وتعدي. لانه وراها شيء تاني. ربما تأتي مناسبة ولاحقة. لكن على ذكر ما انجازها هو هذا المجلس. مجلس ادارة النادي الاهلي الحالي تسلم الميزانية من المجلس السابق. بعد ما كان المجلس السابق اخر ميزانية عنده في تلاتين ستة الفين وسبعتاشر كانت كام? خليكم فاكرين. تمنمية تسعة وعشرين مليون. اخر ميزانية لمجلس ادارة النادي الاهلي السابق. قبل مجيء المجلس الحالي. اول ميزانية للمجلس الحالي في تلاتين ستة الفين وتسعة وعشرين مليون. بقت مليار متين اربعة وتسعين مليون. حوالي خمسونة مليون زيادة يعني. طيب. اكتر بشوي. تاني ميزانية للمجلس الحالي في تلاتين ستة الفين وتسعتاشر كانت مليار متين مليار وربع. بقت كام? اتنين مليار وستة وستين مليون جنيه. نقلة مفزعة. بصوا الرقم عمل ازاي? اتنين مليار. اه. وستة وستين مليون. ثم ميزانية تلاتين ستة عشرين عشرين كام? اتنين مليار متين وسبعين مليون جنيه. شايفين حجم الميزانية? حلو اوي. اه. دي الميزانية. طب لو انت قيمت الاصول. وقيمتها. والضعف تكم مرة. برضو هتشوف رقم مرعب. يعني انت بتعمل انشاءات. انت بتزود الفلوس. انت بتجيب بطولات. انت بتطور اه منشاءات قائمة. انت بتعمل منشاءات جديدة. انت مش سايب حاجة ما بتفكرش فيها وبتتحرك فيها. لكن القول في نفس الحلقة. اللي انت بتضرب فيها في سوابة الاهل وشعار الاهل فوق الجميع. برضو بتلقح ما تتسبش للرضيين. صدفة ولا منهج. عشان اللي بيدافع. ويقول لك حريت رأي. حريت رأي. انك تتحامل. وتتجاهل الحقائق. وتضرب السوابت. ولا لازم بقى نقعد نناقش. اه. النوايا. الكلام واهدافه. اه طبعا. اه. لان انت. لما تجد. انه. كل. قيادات النادي الاهلي عبر تاريخه. بتتكلم على القيم. وما يدى النادي الاهلي. ما عادة فطرة واحدة. اللي ابتدى يتساءل. يعني ايه ما بدأ الاهلي من خلال قيادته. في المؤتمر الشهير. ويقول لك انا عرف ان القيم. الحق والجمال. شغل افلاطون. اللي كان بيغششوله. اللي بيهاجم النادي الاهلي وقيم. ولما قلنا الاختراق. مش الاختراق. استاذ ابراهيم. صحيح. اه. النهاردة احنا عايشين ايه. عايشين هذا الكلام. تدعيات الاختراق. النهاردة شفت. اه حوار بين. كالعادة. زم الكاوي واهلاوي. اه. استاذ. ابراهيم داود مع استاذ محمد الشرقاوي. محمد الشرقاوي. عدو لجنة البرامج. في قناة النادي الاهلي. سابقا. سابقا. لا اللي كان. اه. واللي كنا بنقوله. ده يوم ما هيخرج هيعمل ليه فينا. كل حاجة انت بتفخر بيها نسبها للنادي بتاعه. اه. انا نادي القيم والمبادئ الحقيقي. انا نادي الوطنية الحقيقي. وبتدي اقول لك ايه صورة تسعتاشر. بتاع تساعد زغلول اللي الناس كنت بتتكلم عليها. اه. 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 ودور الزم الك فيها. وما لقول. انا على فكرة مش زعلان. ما هو كل الانديها لانتوا بانديها وطنية. صحيح. بس هو. اه. 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 حرب مش عارف. اه. ستة وخمسين. وسبعة وستين وثلاثة وسبعين. ودور الزم الك. طب احنا اخي لما بنقول هزا الكلام بنقول الوثيقة هاي. اه. الفيلبة هي. اه. شكرا سعلي بقولك. انا راح النادي الاهلي. اي. عشان عندنا تدريب معسكر. دفاع مدني. اه. دفاع مدني. وبنجيب الامثلة. وبنجيب. اه. الهلال الاحمر وهو. والصليب الاحمر. والقوائم طب مرة قول قول دليلك لكن هي عملية ان ناخد منك ويقول هي دي الناس عايزة تاخد تاريخك الناس عايزة تاخد سوابتك وانا بقولي الناس مين الاعلامين هنا عشان محدش يقولي حاجة لان انت وانت في طريقك لازكاء الروح الرياضية ودعم الروح الرياضية لان انت خلي بالك من الحتة دي لازم انت احترم حقوق الناس الاعلام بيعمل ايه لما دكتور سعد شل بيقولك انا عايز ارجيلك بس انك مليش على الباب انت حاطتلي وانا رفع عضية في هذا الحق انا رفع عضية انت مش حاطت الاكثر تتويجا بالبطولات الافريقية انت حاطت نادي القرن الحقيقي وملقح علي بتقول مش بال مش بالمحسوبية والمجملات لكن مش عارف ايه والسبعة وتسعة لا الشعار ده اللي تعادل افريقيا قالك هذا امر محسوم هذا حق تجاري اللي نادي الاهلي وهو مسجله رد يعني من مسؤول طيب فانت لما تحطه لي ما تطلبش مني ان يتعامل بتجاهل فهذا الامر لان هذا اعتراك مني بالكلام اللي انت واخده مني فانا كل مرة بنقولها بنقول ليه الاعلام عليك ان تذهب بفريقك بانجازاتك انت مش تضرب في منجازاتي انا وسوابتي انا ومبادي انا وتاريخي انا وتاخد وتنسب اجزاء منه لنفسك فيه هذا غير مقبول وما ليش دعوة ها بان احنا نبقى روحنا الرياضية لان اذا فردت في حقك هذا خطر جيد ضحية لكن اذا وانت بتتمسك بحقوقك بتقول الناس اوعى حد يغلط اوعى حد يعمل سلوك غير رياضي اوعى ما تلتزموش اوعى ما يعني ما تقولش للخسران هر لك وانت كسبان تفخر وانت يعني بوقار وانت خسران تتعلم من هزمتك عشان يعني هي دي قيامنا وده اللي حمد دافع عنه وده اللي نعرفه وده اللي بيحرص عليه هذا المجلس اللي احنا شفنا جملة الاستاذ ابراهيم عيسى جملة رايحة فين بالزبط لكن اتكلمنا على الحجم الانشاءات غير المسبوقة سواء في النادي او في كل الاندية وحجم الميزانية التي فاقت في الميزانية العام الماضي لاثنين مليار وربع لكن على الصعيد الرياضي وهو الاهم ايضا حنلاقي الاهلي في كرة القدم فاز خلال هذه الدورة حتى الان التي لم تكتمل بعد ولا زال هناك الكثير من البطولات فيها تسع بطولات في كرة القدم حتى الان تلاتة دوري بطولة كاس مصر اتنين سوبر محلي بطولتين دوري ابطال افريقية يعني التاسعة والعشرة دورد لو لم يفعل الاهلي غيرهما لكفاه التاسعة والعشرة التاسعة اللي كانت مستعصية ثم اضاف اليها العشرة واللي اتنين اتعملوا في فترة حوالي 8 شهور وده شكل غير مسبوك لاي فريق ياخد بطولتين قريتين في المدى الزمن القصير ده بالاضافة الى بطولة السوبر الافريقي والميدالية البرونزية لكأس العالم للاندية ده النادي الاهلي وده انجازه في خلال هذه الدورة لكن على صعيد استعادة الاهلي مكانتوا بين اندية العالم شوف الاهلي فين احنا بنتكلم على ان الاهلي يعود يضغط على ريال مدريد في اكثر اندية العالم تتويجا كان الفرق ست نقاط بقى ثلاثة بالزبط وانت مؤهل ان يبقوا اتنين وهذا المكان العالمية الكبيرة للنادي الاهلي الحياة تترجم الى قاعدة الشعبية والشعبية يا جماعة ارجوكم لا افصال ولا منهدى ولا منكفى وسؤال سازج وسامج جدا جدا وهايف انك تلاقي دايما وابدا هو مين اكثر شعبية الاهل ولا الزمالك ده سؤال الافلاس الحقيقي او التحريض علشان نعمل دوشة مع بعض لانو انا عايز اعرف حاجة اي حد دخل مدرسة وبيقرى ويكتب يقدر يبص على جدول اليوتيوب لسه منزله على كل المواقع نسب المتابعة والمشاهدة للاندية الرياضية يا اخي اقرى اقرى قبل ما تسأل هذا السؤال اللي بقى تكراره الحقيقة ممل جدا العجيب ان اللي بيقول هذا الكلام هو هو يقولك عشان مصر اتنام مرتاحة لما الاهل يكسب بطولة طيب اذا كان بطولات الاهل بتنايم مصر مرتاحة ليه بتنايمهم مرتاحة لان عنده القاعدة الاجبر قدامك اليوتيوب يقولك في شهر 7 اللي فات النادي الاهل الاكثر متابعة قناة الاهل الرسمية على اليوتيوب الاكثر متابعة حول العالم بين كل الاندية ده جد ولا هو عشان السؤال المملف بتاعك ما يتكررش كتير لانه سؤال حتى بيحرد الناس على بعضيها تلاقي الناس الصغيرة في الشارع ايوه مين اكتر ده ولا ده انت بيشكك وبيشكك الناس في كل شيء طبعا حتى الشعبية ليه مش ما يعني احنا لا بنقولها ولا عمرنا طرحناها طب ولا قتل الطرح وجاية من قيمت قيمت وقية جاية من شعبيات بالضبط فتلاقي الاهل عنده 16 و 13 من 10 مليون يليه برشلونة عنده 13 و 88 من 100 مليون يعني الاهل 16 ونص برشلونة 13 ونص مليون ده اليوتيوب للي عايز يكرر السؤال واللي مش عايز يقرأ اخر احصاء صدر من مركز بصيرة وهو المركز المعتمد في قياسات الرأي العام بمجلس الوزراء مش من عندنا يطلع يقوله ان فيه 72 من المصريين اهلوية و21% وشجعونا الزمالك ده كلام رسمي مجلس الادارة اللي فات مش مجلس الادارة الحالي لما حاب يتعاقد مع شركة صلة السعودية على حقوق الرعاية لما دخلت صلة جابت وده كلام برضو للأستاذ إبراهيم عيسى والناس اللي اتكلمت على حجم الشعبية ما هو ابسوس لما عملت قياس الرأي العام الرياضي في مصر خلصت الى انه فيه 40 مليون اهلاوي ده بقى حكاية السمع عن وطاعة يقوله جمهور الاهلي سمع وطاعة لا يا سيدي جمهور الاهلي ثقة ومسئولية عنده قدر كبير جدا تاريخيا من الثقة في ادارته وعنده قدر كبير جدا من المسئولية فمسندت فرقته هو هل المطلوب ان الجمهور يتمرد على نديه هل المفروض الجمهور يكون دايما وابدا حجر عطرة قدام حركة النادي نفسه ولا الجمهور لما يسق في ادارات النادي تاريخيا ويسندها ويدعمها فيحق النادي الانجازات الكبيرة يبدأ التلقيح بالشعار اياه يعني ده جمهور الاهلي صاحب الاغلبية اللي بيتم التلميح لها مش عارف بالنازية والكلام اللي احنا ردين عليه بما يكفي لكن لعله يشوف صلة لما جابت ابسوس قالت له ايه الشركة قالت لهم 40 مليون اهلاوي في مصر من 50 مليون مصر يعني مصر فيها 50 مليون متفاعل مع كرة القدم 50 مليون منهم 40 مليون اهلاوي ودي دراسة علمية دقيقة حسب الشركة الاجنبية 80 في المية اه ومركز مصيرة لقياسات الرأي العام خلي بالك الشركة دي بس عشان الناس تفهم قيمة تزيد دراسة الشركة دي يا جماعة جاية تعمل بيزنس جاية تستثمر فعشان تستثمر عايزة تستثمر في النادي الايلي اللي قالوا لها ده اكتر شعبية عشان ده اكبر سوء فراحت ما قالت لهم لا الكلام المرسل ده ما اللي اجدعوا بيه فجابت شركة محترفة عشان تسألوا ماذا السؤال هو فعلا اكثر شعبية استثمر معه ولا لا فالرقم اللي خدوه ده خدوه عشان ياخدوا قرار عشان يتعقدوا مع الايلي ولا لا مش عشان يتفخروا بيه واصحاب صلة زمال كوية انما يعني بيش يميلوا الى نادي الزمال هم اشقاء عرب لكن انا قابلت بعض لا بيميلوا النادي الزمال فالمسألة بالنسبة لهم هنا بيزنس عمل شغل ما ينفعش لا يتزايف فيه احصائية ولا جامل يعني هو لا يقبل احصائية مش طبيعية لان دي دي فلوسه بقى هتأثر على نجاحه الاستثماري ارجو الملف ده ما نتكلمش فيه كتير لانه الحقيقة وملوش معنى ملوش معنى لانه اقول يا سيدي ان انت هتفيدت بيه اه هتفيدت بيه اقول اللي انت تقوله لكن احنا هنقولك الحقيقة وبعدين وقول علي اقل الشعبية انا باخد اعلى قيمة بس اقول اللي انت عايزه اه اذا كان الكلام كده ما هو اكل مش بحلاء لكن حتى فكرة اتساق الاهلي مع الدولة ودور النادي الاهلي ما من مصلحة او ما من مناسبة تكون المصلحة العليا للمنتخبات الوطنية قبل تتصدم او تتعارض او تتقاطع مع مصلحة الاهلي الاو النادي الاهلي يقدم مصلحة مصر او من المنتخبات الوطنية على مصلحة حتى لو كان هيضحي باحسن حارس عنده عارفين لو لهذا القرار ربما الاهلي ما كانش يخسر الدور السنادي للأستاذ عمر قديد لانه لما توافق انك تلعب بطولة في الاولمبياد ينقصك ست لعيبة بينهم احسن حارس في افريقيا وتوافق ان انت تلعب اربع مرشات مضغوطة تجهد جدا ثم تتعادل لو ما كانش ده حصل كان ممكن جدا الدور ما يضعش لكن الاهلي ما بصش للمكسب القريب قدم بص المصلحة البلد ومصلحة المنتخب الولمبي وده اللي وافق به النادي الاهلي انه لعبته وعلى رأسهم حارسه الشناوي يروحوا مع المنتخب الولمبي بس ابردو عايزة اضيف نقطة هنا اه ان كمان كان محدد اولوياته ايه هو هو حطك ازاي يضغطك دلوقتي يضغطك بعدين اه فانت دلوقتي كانت امتى قابل البطولة الافريقية اه انت كان عندك مشوار افريقي مهم فانت قابلت كان ممكن تقوله لا دي ولا دي اه همشي صح انما حطيت اولويات حتى في دي يعني اولوياتها كانت البطولة الافريقية فضح الالب الشناوي وحل المشكلة للمنتخب الولمبي وتذكر ده المهندس احمد مجاهد هو الدوري مش كان عادلا او لا هو لم يكن طبيعيا بشكل جديد يعني ايه ما كانش طبيعي يعني كم الضغط اللي على الاندية ده مش الطبيعي في كرة القدم لكن هو ده كان الطريق الوحيد قدام الاتحاد كم من ان الاندية ان فيه اندية تلعب سواء بيرامدز مثلا او الاهلي بحكم ان هم اللي كملوا المرحلة المراحل الاخيرة في بطولة كاس الامم سواء الاهلي فاس بالبطولة او بيرامدز لم يصل للمباراة الاخيرة النهائية الاتنين لعبوا مباريات بدون لعبين مهمين اثناء الدورة الولمبية وده في الظروف الطبيعية ده في الظروف ما هوش هو الطبيعي يعني طبعا ساعة الكلام الجدي تظهر حقائق ومش ما تسأله والله العظيم تضيع وقت ان احنا نجهد نفسنا في اسبات التأكيد على المؤكد كلمتك اللي بتحبها دي اثبات السابت وتأكيد المؤكد ونطلع الفاصل اهلا بحضراتكم من جديد الحقيقة ناس كتيرة وهي بتتكلم على اللعبة اللي بتنضم للنادي الاهلي كتير لما تسمعوا مع الاهلي بيجيب لعبة الاندية التانية الاهلي جاب مش عارف مين منين وما حدش بياخد باله دور النادي الاهلي في تطوير اداء اللعبة دي وارجعوا لكل اللعبة اللي جات النادي الاهلي وانتقلت للمنتخبات وابدعت وعملت حاجات كتيرة جدا للمنتخب الوطن شوفوه بمرحلة ما قبل الاهلي وما بعد الاهلي هتكتشفوا دور النادي الاهلي وتأثيره لا ده كان ابو تريكا ولا ده كان بركات ولا ده كان عماد ولا ده كان خط عبدالله السعيد كل دول بحكم طبيعة الاهلي وشخصية الفريق البطل ده كان من الطبيعي انه بصمة الاهلي الدان اسلوب التدريب والمسؤوليات المسؤولية والتطوير والشخصية والفكر ومستوى التدريب ومستوى الطموح حاجات كتيرة جدا في مكونات اللعب بيكون تأثير الاهلي واضح عليها بيحضرنا هذا الموسم محمد مجدي أفشا واحد من العناصر المهمة جدا اللي الاهلي ساهم بشكل مباشر في تطوير أدائها لدرجة أنه أفشا طوال فترة الكابتر حسام البدري في المنتخب تلاحظ أن أفشا أكتر لعب شارك في المباريات أفشا أكتر لعب سجل أهداف أفشا أكتر لعب صنع أهداف تمتخيلين تأثيره بهذا الشيء أنتو في أثنين اللعب وبركات كابتل بركات وافشا لتنين اشربوهم بركات مصاب وعين وافشا اشربوه وافشا سابوه في بيراميز يتمرم مع العمال لغاية لما الراجل تمسك براغبته وبحلمه جيل منه ديل أهلي وكان هذا الموسم واحد من أهم نجوم دور المصر يا جماعة طبعا التطور الفني اللي قدموا أفشا فقط توقع الحقيقة لأنه كان تم بسرعة والأهل كان محتاجوا جدا هذا النوع من الأداء يعني ومصر كانت محتاجة جدا يعني كان كل الناس بتسألوا وماذا بعد كابتن عبدالله السعيد يعني فيأتي أفشا عشان يلغي السؤال ده خلاص ما حاجش بيسأل السؤال ده مطمئنين إلى أن هذا الرجل رغم أنه أحيان كثيرة بيتوظف غير الحتة التي يبدع فيها لكن اللي عجبني أكتر بما أننا ذكرنا أفشا قبل ما نغادر أفشا إلى إلى أفشا آخر إلى من يمكن أن يحقق هذا النموذج عجبني جدا شخصيته بسيط متواضع موزون مابتداش يعني فضل الفلاح البسيط المعتد بجدوره الصادق المتواضع اللي أرجو أني أستمر على هذا لأنه هيحصل كلام عليه كتير يا أفشا الفترة الجاية خليك زي ما أنت يا ابني خليك زي ما أنت لدرجة أن الإعلاميين أنا كنت قدام التلفزيون شفت الأستاذ أبريم عبد الجواد حريص أنه يتابع أفشا على السوشال ميديا موزون جدا في كتاباته فجاب له معرفش تويتا ولا حاجة على الفيسبوك حاجة بيتكلم يعني على القورة وعلى الأحداث له رأي فيما يحدث حولينا من الأحداث رأي موزون جدا وبيكلم الجماهير وبيقولها بنبرة محترمة يعني خفوا خفوا شوية عن عن الضغط على اللعيبة لأنه متأثرة عليه بس بأدب جم خلى الأستاذ أبريم عبد الجواد يعني الحقيقة تكلم فيه هاريت نفتكرت كنا جاهزنا بس هنجاهزها بعدين تكلم عليه كويس جدا 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 وأنا بضم صوتي لكل كلمة قالها الزميل أبريم عبد الجواد في إشادته بالكابتن أفشن برضو من الصفقات المهمة اللي الأهل عملها هذا الأسبوع مصطفى البدري مصطفى البدري لاعب صعيدي الأهل جابه من كيمة أسوان كان راه أسوان جابه تسجل ناشئين لما جاه التصعيد بتاع فرقيته وما تصعدش انتقل حر ثم بازق برا الحقيقة عمل موسم رائع جدا جدا مع الانتاج الحارب يعني النموذج ممكن جدا يعمل حاجة كبيرة جاية لكن كمان حالة الدفء الشديدة اللي عايش بيها مع الأهلي نفكركم بالفيديو ده وأمه كانت بتدعيله بإيه انت رحت الأهلي مضيت إمتى موش مكان آآ 2018 آآ 2018 بعد كده خلصت سنة واحدة بالضبط ومشيت عادت اتمرنت مع الفرقة ولا لا 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 كنت في الناشئين بعد كده في السبعة والسلائين بعد كده مشيت يعني عادت مع الفرقة انت عقدك عقدك السنة دي تخدته بالكامل لا في الأهلي سنة وأفضلني 4 سنين كان فضلك 4 سنين يوميا الطبيعي هم دي على بياض ومبدوني 10 سنين أنا موش الطبيعي يعني أيو أيو illusion تمام مع الأهلي طبعا مش حكاية والله بس اكتش الطبيعي أنه أنا همدي على بياض والوالد والوالد عايشينها مصطفى عايشين والله ونفسي يروح الأهلي يعني بص والديتي نفسعت ونيتين الأهلي هيجيلت أول نفسيات ونديتين الأهلي والله بتدعيلك بتدعي لك هتروح الاهلي خلاص طالما هي بتدعي لك يا رب لعوة طبعا شوف هو من صغره لفت نظرنا انتو جيبته من صفقاتك اللي كانت من ثلاث سنين وكان جاي يعني كقطاع الناشئين وبمبلغ كده ببونس وبتاع كان ممكن يوصل ثلاثة مليون للنادي أسوان لكن هو المشكلة هنا في النظام اللعيب الموهوب حتى بيجي له توقيت ساعة ما يخرج لو حتته مسحومة ما انت مضطر هتخرجه ازاي يعني فهو يعني لما خرج وراح الانتاج عينه كان انه عايز يرجع وربنا وفاه وعمل موسم مبهر جداً نتمنى انه يعني يكون يعني الرهان عليه للمستقبل كما نتوقع لانه على خلق هايل جداً والحقيقة انه مش بس الكلمة اللي قالها الكابت الماجدع بغاني ان انا اروح الاهلي وامضي عشر سنين على بياضه ده الطبيعي لانه قبل كده كمان قال حاجة مهمة اكيد طبعاً في عروض بس اكيد اللي اسمع كلمة اهلي فالطبيعة هيروح يعني اه كل اللي عندها محترمة وكل حاجة بس اللي اسمع الاهلي برضو هيروح حتى لو جالك اي عرض جالك عرض جالك عرض مع تقلقك وان شاء الله ربنا يوفاك من النادي الاهلي جالك عرض من الزمالك وجالك عرض من بيرامدزة تختار مين؟ الاهلي طب جالك عرض من الاهلي بخمسة مليون وجالك عرض من بيرامدزة بعشرة مليون والله لو بيجنيه في الاهلي والله لو بيجنيه في الاهلي هو انا مش يعني بص اللعيب اللي بيرد على طول ده لان محسومة كتير جداً بيجيله المعروض فيبتدي يعني يقولك انه دين كبار واللي محتاجني اكتر وبتاع بيبقى فيه دبلوماسية وتبقى وعلى فكرة دين مش غلط يعني اللي بيقول كده مش غلط بس اللي يقول كده مش طبيعي يعني اللي يعمل زي مصطفى البدري ده حاجة ده عنده حب دفين يسوى كتير يعني يسوى كتير بالنسباله يعني هو عنده قناعة ايه ما انا في الاهلي برضو هاخد فلوس هتسطرني وتكفيني وتطورني لكن هتحقالي بقى سعادة اضافية لان انا بحب الاهل يعني هو مستعد يضحي عشان الاهلي النموذج ده فيه ثلاثة اربعة كده يعني في الفطر الاخرانية نوروا معايا في الحتة دي طيب انت افتكرت مع الاستاذ علي الزين ايه اللي ربطهم بالاهلي اه طبعا لا علي الزين ما هقالها بمجلة الاهل وعندنا فرصة اذا نشوف مجلتنا مجلتنا اليوم ومن اربعين سنة من مهم من اربعين سنة ليه نقول لك احنا كاهلوية ارتبطنا من خلال اتربين عليها عدد الاهلي النهاردة الحقيقة كان بيحتفل بالانجاز الرائع المجد في يد الاهلي وعلى هذا الانجاز الكبير لفريق كرة اليد وعلى اجتمال الصفقات في النادي الاهلي هذا كان عدد اليوم فماذا كان عدد الاهلي من اربعين سنة نشوف هذا التقرير مجلتنا من اربعين سنة الاهلي يكرم ابطاله ما اشبه الليلة بالبارحة مجلس ادارة النادي الاهلي في كل زمان وعقب كل انتصار يقرر تكريم ابطاله لملا وهم الذين بذلوا الغالية والنفيس من اجل اسعاد الملايين من عشاق المارد الاحمر مجلتنا الغراء في عددها رقم مائتين وخمسة وسبعين وصدر يوم الخميس الثالث من شهر رجب لعام 1399 هجرية الموافق الـ 31 من شهر مايو لعام 1979 جاء عنوانها الرئيسي الاهلي يكرم ابطاله ستون الف جنيه مكافآت لابطال الدوري مهرجان كبير يوم الاثنين لتوزيع المكافآت وتكريم الشفعي وفي العنوين الفرعية في الصفحة الاولى مصطفى يونس وثابت البطل احسن لاعبي مصر في استفتاء النقاد والجماهير وخمسة الاف جنيه من مجلة الاهلي لابطال الدوري وفي صفحتي السادسة كاريكاتير للفنان العملاق رمصيس عن المعلق الرياضي محمد لطيف في العريش وفي عنوان اخر الاهلي يكرم عبدالعزيز الشفعي ويوزع مكافآت نجوم الكرة اليوم نجوم الفن من عشاق الاهلي يحيون حفلا ساهرا عقب حفل التكريم كان مجلس ادارة النادي الاهلي قد وجهت دعوة لحضور الحفل الى وزير الشباب والرياضة ومحافظ القاهرة ورئيس وعضاء اتحاد كرة القدم واللجنة الاولمبية ورؤساء المؤسسات الصحفية والنقاد الرياضيين ويتضمن الحفل تكريما خاصا لابن النادي الاهلي عبدالعزيز الشفعي الذي جمع بين البطولة كلاعب والنجاح الباهر كإداري والوصول الى اعلى المناطق موسيقى يعني انت من اربعين سنة المجلة بتسلف وهي بعشرة ساخ خمس تلاف جنيه علشان يحتفلوا بابطال الدوري انتو عارفين يعني ايه خمس تلاف جنيه وهي بعشرة ساخ يعني المجلة مكانش فيها اعلانات بتكسم بالتوزيع فالعشرة ساخ دول على الاهلي فيها ستة سبع قرش اه اه تكلفة ايه فالباقي مسلا يعني بتدخل نادي الاهلي العامل شو هي كمان مجلة الاهلي كانت بتوزع فوق المتين وخمسين الاف النسخة دي كانت اكبر اكبر حاجة قيمة الاهلي مش بس ان هي اه هي تعتبر رائدة الصحافة الرياضية في مصر لانه النادي الاهلي انشأ مجلة الاهلي مارس اربعة وسبعين بفضل جهود الكبار العظماء في تاريخ النادي الاهلي ومن المنطس عدلي لكن هي كمان دورها في المحيط العربي اللي انتو سمعتوه من الاستاذ عالي الزين ومن كتير من الاشقاء العرب همزة الوصل بين محب الاهلي في كل مكان مجلة الاهلي ولذلك ان شاء الله قريب جدا هيتم تفعيل هذه العلاقة الكترونيا بحيث ان المجلة تصل لعشاق الاهلي مهم جدا جدا طالما ان ليه هذا التأثير الكترونيا بس انا عايز اقول حاجة المجلة دي تعتبر اول مشروع استثماري وتسويقي في النادي الاهلي شوف هي سلفت خمسة جنيه من اربعين سنة اه في توقيت ما من حوالي خمستاشر سنة او اتناشر سنة سلفت النادي الاهلي لما كان محافظة القاهرة حجزة على اه وفاء للعقد كان فيه خلاف اه على ارصد النادي الاهلي كان الحكم بتاع شركة المسك اه وتم الحجز فتم استخدام لو كان فيه معاه برضو حاجة كده كان يعني مش فاكر السبب او لكن المهم كان محجوز على حساباتنا اه فتم تفعيل حساب المجلة سلفت النادي الاهلي ثلاثة مليون جنيه عشان يدفع الرواتب ويعد الشهر ده لحد ما افرج عن الامور وثم تسوية الوضع وعشان كده يمكن عدد النهاردة اللي اشرت ليه لحضراتكو يحتفي بكل الالعاب ومنها سواء كرة اليد وانجاز الافريقي الكبير او تنس الطاولة والانجاز الرائع للاعبات النادي الاهلي في تنس الطاولة وايضا لاستعادة الاهلي لشبابه يمكن الاهلي يستعيد شبابه صورة الغلاف على العناصر الشابة اللي راجع للاهلي احمد عبدالقادر لعب مهم جدا جدا في الاهلي ايضا عودة مصطفى البادر سواء بقي مع الفريق او تمت اعارة وانعايز للجمهور يفهم فكرة الاعارة صح اللاعب لما بتحتفظ بعقده وبتعيره لنادي اخر انت بتدي له فرص لساعات لعب بتجيبه هو اكثر لا بيروح لتطويره ومش للاستغناء عنه طبعا بالعكس انما انا عايز اقول حاجة بس بالناس بتلمتش بتاع بكرة وانت ذكرت اه كرة اليد اه احنا احتفينا اه كرمنا وشكرنا لا بوكر موضوع مختلف وانا كمان عايز اقول حاجة يا رب ما يكونش بس الفرقة نتيجة المشوار اللي فات ده يعني كانت في القمة وحتبتدي بقى يعني نرجو ان احنا كن محتفظين بقمة اليقيتنا الزينة والبدنية ما نكونش مرهقين نتمنى كل التوفيق ونحتفل بهم الحلالة ان شاء الله تعالى دمتم للاهل دائما ودام لكم الاهل باذن الله تعالى بطلا شامخا وعلى خير نلتقي في التساعة مساء الاثنين القادم ان شاء الله اشتركوا في القناة